أهلا وسهلا بكم أعزائنا مشاهدين في حلقة جديدة من E-Talks المرة هذه مع نظيف شوفوا معي الأناقة والوسامة الشاب إكس ويب مستر جو الخولي أهلا وسهلا بكم مرحبا في E-Talks أهلا بك يا سموز أهلا بك يا أخوة كيف الأخبار يا أخوة حكينا خبرنا ماذا عامل في الحياة؟ الحمد لله الدنيا كويسة خلص رمضان وخلص العيدة ولا أحد الآن مش عارف التارجد بتاعها يروح فين هنعمل إيه دلوقتي؟ إليس كأن رمضان رعيت كالليوم أرومة كالليوم لا أعرف إزاي يعيش الصراحة بعد أما رمضان خلص فتاعة كثيرة فتتنا في رمضان صراحة بس تعرف هاي المرة هاد الشهر بتحس أو هاي السنة يعني رمضان كان سريع جدا بتحسش فيه حقايا يعني حقا؟ كان أنا حسيته طويل حسيت أول أسبوعين؟ بوصلك مداخر يا سموز أول أول أسبوعين أول أسبوعين بسلو بالعكس أول أسبوعين بسرق وآخر أسبوعين حسيته بطيء مش عارف يا أعتقد عارف فكرة في أقولك على حاجة حاجة من الحقيقة اللي دفتها زيادة أنا في رمضان اللي فات ده إن عارف لما أنت بدأت تصوم قبل رمضان بشوية وتبدأ تصوم قبل رمضان بشوية بيحسسك رمضان لك إنك أوكي جزت لك نظر دي بس عبادات أحسن فاهم؟ يعني أنت كنت تصوم قبل رمضان حتى آآ آآ قبل رمضان زوجتي وصحابي الاثنين كانوا متعاودين أنهم يعني بيصوموا قبل رمضان في الموضوع ده شجعني جاي بدنا أصوم معهم وضوع سهل علي نفوفا يعني هاي هاي والله الشركة نصوم يلا يلا صار لا توقع في أيام معينة مش في أيام معينة في الدين الشهر اللي قبل رمضان في أيام معينة تصوم فيهم الثنين وخميس ولا لا غير الثنين وخميس تقريبا مش فاكر والله بس تقريبا كل شهر شعبان وكل شعب ست يام وعشر تيام حاجة زي كده المهم يعني لا تصوم إلا في رمضان يعني في أشهر أخرى فيها فوائد تقارب فوائد رمضان يعني فيه ستة اللي ما بعد رمضان ستة ياما بعد رمضان دول لو صمتهم معس يوم رمضان أكير أنك صمت السنة كلها خلص انت ختمت خلص بالضبط بالصراع عشانك أنا بحب نصوفهم يعني عشان ناخد شو اسمه الفول فاليو بعدها خلص بالضبط بالضبط خلصت السنة بعدها جو كيف مصر معك يا صاحب أه طعبان يا برو طعبان يا برو الله العظيم من شوية لسه بيجيلي على الفيسبوك إعلان من من عليك سبريس علي اه وفي كمية حاجات ياسط ترخيصة هموت واشتريها اللي هو فول فان فول فان بس انت عارف المشكلة في مصر ايه الجمارك الجمارك اي حاجة هتفكرت اشتريها ميتين وخمسين في مية السعر اه حرفين ميتين وخمسين في مية اولان بيهزر ميتين وخمسين في مية سموز ميتين وطعب سعر الحاجة ساعت نفس شيء في تونس بس عشان تنزل لك مصر برضو كل زي بعض والله نفس شيء في تونس والعربيات برو العربيات أوف طبي كالكلام لا تونس تونس نحق على تونس باي أمام ولك لعبهم موسمة بس طبيع فاشكالكلام ده مره صاحب لي يا شباب اشترى فين ماوس باد بعشرة دولار من امازون وصلة طول دفع عليها مع الجمارك كلشي اربعين دولار تخيل انك انت دفعت عشان احنا يعني هم بيقيموا الايتم و بيدفعوك عليها انا ممكن ان الماوس باد هيحاها مليون يلا دفع لي المليون انا برو جيتني هدية من رأية الوايلد ريفت التذكر ووايلد ريفت اول ايام الوايلد ريفت جيتني هدية برو دفعت عليها عشرين دولار دي هدية عشقل اه 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 قبل كده نفس الفكرة في اعلا دفعت خمسين دولار تقريبا بس كتحكي كبيرة كان بوكس كبير تقيمت على هاربورد قالوا لي قالوا لي كانت خمسين دولار عليها بس كانت سعيد هالدولار ليسر ثلاثين يعني خمسين دولار وبعد اما دفعتهم رأي جيمز سدوها بس الفكرة اللي هو واحد جاي لكم فاق او دية هاد فلوس مفروغ التارجل في كل كوبورد طيب غير موضوع اسجمارك يا اكسويب كيف مصر مقصود سعيد سعيد بمصر قولك على الحاجة والله العظيم والله العظيم حاجة يعني تكون مش موجودة في اي مكان تاني غير في مصر الناس الناس هنا والروح الجميلة بشكل يا اخي الغربة انا عدت سبعة سنين في اوكرانيا لما كنت بادرستب هناك الاجواء بتاعة العيد ورمضان شي بهمون عادمة شي بهمون عادمة ما كانتش موجودة ما كانتش موجودة فوجودك في مصر رغم المشاكل اللي بتحصل كناس متلحوش بلادك بلادك على فكرة شي بشكل موجودة انه انا قضيت اخر اكمن يوم من رمضان في مصر شفتني في اه ريبين ليغ وعد بعدها يومين وثلاثة يعني بس عنا رمضان بالاردن والعيد صاروا غير بتلاقي اكمن ناس اوكي بطلعوا هيك بس بطلت زي زمان قبل يعني ابدا احنا احنا من الجيل القديم ممكن نحكي بس اه طفولتي ممكن نحكي وحتى يعني الخمسة عشر ستاشر سنة الايرلي تونتيز حتى كانت مختلفة تماما عن هلأ هلأ بتحس فيش فيش روح العيد ورمضان موجودة عنا اقولنك بتفرشوا سجاد عندكوا في الاردن او او اى يعني انا في مصر عندنا نفرش وقت صلاة العيد واضعات وهيك اه وقت صلاة العيد لا لا وقت صلاة العيد وقت صلاة العيد بيفرشوا وبرق الجامعة السجاد اليس يسbr اليس ش hamlet حتى الوسع نفس الفتال Η اه بس احنا ندرة ما تلاقي ناس بيروء على المسجد هالأيام بالاردن مش زي زمان يعني المساجد تبيح في أردن نبروء مش طاير في الأردن مش فيه يعني لأ يعني الناس بتروح بس مقارنة بقبل يمكن نص الكمية هم كيف ما بعرف الناس خلقت من الأردن ولا احنا عجزنا اعتقد الأردن متأثر كتير بالغرب بالغرب يعني بيأثر بأشياء بطريقة إيجابية ولكن أغلبها سلبية نعم هذا سنقل نفس الهرب أكثر في مصر ايه لاحظة اكسويب لا نحب نعود إلى النقطة التي تحدثت فيها يعني أعطيتنا نقطة سلبية وحيدة هي علي إكسي بريس بس بس المصريين عاشبينك يعني ولكن في نفس الوقت قلت حياتي في مصر مش حلوة فما عدا علي إكسي بريس اش فيه آخر مش عاشبك في مصر كتير كتير أقول لك على حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوب بتاعي في الوقت الحالي لسه طبعا أنا شغال غير طبيب بشري شغال في الستريمينج تمام ده يعتبر شغل برضو فالأساسيات الأساسيات مش متاحة كهرباء دايما أو كهرباء ما بتفصلش عشان أمارس في الستريمينج مش موجودة انترنت مستمر برضو مش مستمر بيفصل وغير إنه بيفصل ساعة الكهرباء لأن كل حاجة بتقطع كل يوم كل يوم الكهرباء لا بس الحمد لله في رمضان في رمضان دلوقتي في رمضان والعيد لسه واغتين غست يا خلص رمضان والعيد نرجع انت ليش بتشوف الوقت عندك مرات الكاسترز المعاك ولا إشي بيفصل النت عندهم ولا لما كنت أعمل كورد العيبة أنا سماعتم ما كنتش فكر كل يوم كل يوم بنفس الساعة بنفس الساعة ما هي السبب؟ ما هو السبب؟ ساعة ساعتين تخفيف أحمل كما أقول للإخوة بس أنا أقول لك على حاجة وقت الامقطاع في الليل متأخر يعني يريد أنا مثلا معادي كان الساعة اثنين ضهرا قبل العصر بس تلك المنطقة مختلفة الساعة أربعة وفي منطقة تانية من الساعة ستة إلى الساعة تمانية فتخيل معايا تخيلوا معايا شباب تخيلوا معايا شباب أنه في تيم خمسة مصريين كل واحد من منطقة واحد يفصل على التنتين واحد على ثلاثة على الأربعة على الخلف ولا ساعتين كل واحد من التنتين للعشرة يلا بطل راعد عليك الشغل خلص وفيش لا سكريمز ولا في أي شيء والله الحياة صعبة الحياة صعبة هناك يعني أزفاك في تيمات ما بتعافش تسجل في تورنيمنتات لأن وقت البلاي بتاعها غلط فبتطر يعمل إيه بقى؟ لو هيسجل في تورنيمنت يروح يلعب في سايبر ويروح يسأل في السايبر كارب تقيت عندك ساعة كامة؟ انت بس بس أنهم جنريتور بص الموضوع حديث يعني مثلا خلاني نتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين تمام؟ فلسطين من إمتى هم بيعملوا حوارة تقطع الكهرباء عندهم دوتو ما إلى ذلك؟ بس هم عندهم فكرة إن فيه طاقة شمسية بس تعيد الطاقة الشمسية وعندي باتريز والبيت كله من قوله آخره قايم على الطاقة الشمسية هم عدوا بالتجربة ديت لسنين فتأقلمه تمام؟ بس الموضوع بالحد دلوقتي عندنا بقى له جي سنة سنتين او احنا دلوقتي لسه من الضرب اللي هو عز الصيف والجو حر وإلعاء وش عارف شغل مروحة حتى عند أكيد فاكر مثلا الحر اللي حصل في السعادة والكلام ده لما روحته تخيل بقى ده كده في الصيف كله ثلاثة أشهر ومع الكهرباء والإنترنت شو فيه آخر تعبني؟ ايه أكتر هي تعبني؟ المصاريف الحاجة يعني أقول لك الحاجة مثلا الحاجة نفسها الشيء مثلا أنا عايز أشتري الشاشة دي الشاشة مثلا واختبار الشاشة اللي أنا عايز أجيبها لو جبتها من بره أرخص نعم 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 أنا عايز دلوقتي وأقول لك خمستاشر ألف سيرفايفل ميشن والله خمستاشر ألف ها؟ بالدولار بالدولار بطلع النار بالخشب يعني شايف بيبص بتفاجأ عليه إزاي لما علف إنها تانير الربعين شايفها تمانية وراء خليتها ثلاثين من خمسة أشهر ولا نستين أيوة أيوة كانت تلاثين كانت تلاثين يا سمود تخيل معي بألفين واثنين وعشرين لما أنا يكننا بمصر كانت تمنتعش آه كانت تمنتعش برو تخيل معي برو أنا روحت أدرس بره في أوكرانيا علشان مصر الجامعة بتاعتك هتأغلب كتير عن أوكرانيا فخدت فلوس وسافرت بره أدرس راح إيه حصل تعويم لجنيه فبقيت عادي بقيت غالية برد فأنا دلوقتي بقيت في الغربة بقيت في أكتر حسنا حسنا سؤال يعني انت حكي انك درست الطب بأوكرانيا سبع سنين صحيح اه ايه وفي من السلبيات اللي موجودة عندك هلا في مصر ما كانت موجودة بأوكرانيا فلما سبب الرئيسي اللي خلاك ترجع لمصر وما تكملش حياتك بأوكرانيا وتروح تبني حياة اه هلو حرب يس هذا هو سبب الرئيسي فقط ما أكيد هل في عندك السبب تاني عشان انت مفروض انك رجعت على مصر قبل ما تصير هالمواضيع صحيح اه رجعت على مصر عشان رايت جيمز عم يتلي انفايت لايفنت ريتيك والمفروض انهم كانوا حاجزين لي طيارة انزل الايفنت وطيارة ارجع تاني اوكرانيا اه تمام فوانا في افنت ريتيك سمعت شفت على اه سمعت على الاخبار ان في دبابات وقفة على حدود اوكرانيا تمام وبعد كده ام اقيت لي ايه طب انت لسه الدراسة بدأتش هتروح تعمل ايه دلوقتي خليك شوية فافضلت اقعت شوية دراسة خلاص هتبدأ وكلمت رجم يعمل اوبديت كان مين يا رب كانس باي تقريبا اعتك كانس باي هو اله عمال يغير لي الطيارة فعملت اوبديت لي التيكت وبعد كده كمان شوية لا ده بيخشوا لا غير التيارة كل دقت عشان كنت جعان يعني كنت موافق مش عشان خايف من الحرب ولا خايف من الحاجات اللي واقفة وكنتش عارف مش يعني فهم انا من زمان فيه خنقال بتحسن بين روسيا و اوكرانيا على الحدود عمل زي حدود اي بلب تتخانق عندنا مثلا في اسمه ايه اسمه ايه سينا عندنا في سينا ما بيننا وبين سينا و اسرائيل فيه خنقات برضه فاحنا من زمان ايه فيه ضربة وبتاع بس بس ما فيش اللواء اوكي طب انا انا بسينا بالزبط او يعني حتى الشاب بتوعسينا نفسهم جوه فسيف واللي بيحصل بس الخنقال على الحدود فدفس الحوال حصل قالك ده بابات وقف على الحدود and انا بيت زمان اعرفتك وقتا انا يا اكسوي كلنا نطع مع بعض كان شعرك طويل اذا تتذكر ايوه 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 لما راح نشوف مباليات كرة القدم و مش عارف ايش تقف اللي مدة او كان الشعر كان كان الشعر زي اللي مدة سلسة اتجمع تاني بقى يعني انت ساوق هو انه انت راحت على ايفنت ما درتش ترجع بس كانت خطتك انك ترجع وتكمل حياتك باوكرانيا اوه نو مش هكمل حياتي لسم انا من زمان وانا عايز استقر في مصر لان انت لما بص في حاجة من المواقف اللي عميتلي يعني مشاكل نفسية رهيبة الاويران اه في اويران انا في سنة ثالثة طيب حصل ضائقة مدية الاهلي هنا نعم فاااaa الجنيه لازم تحترمه دي الفترة كنت بدرسيها هنا في أوكرانيا في أوكرانيا ساعتها اللابتوب بتاعي اتحرق حرفيا سخن من كتر السخنية ساح على رجلي و ومعرفتش اعمل اي حاجة هناك يعني صحابي كلهم معاهم اجهزتهم معاهم انهم يعودوا وبتاع لم معايا حد اتكلم معايا طرستيلي في اللابتوب بتاع صاحب عشان افتح ديسكورد ولا كان سكايب ساعتها عشان اقض مع الشباب الاكل ما كنتش بلاقي اكل اكل عشان الفترة ديت كانت فترة صعبة وانا مثلا معايا الفين جنيه اعيش بيوم الشهر ده لان اهلي برضو مزنوئين ومعهمش غير مبلغ ده واحنا من علم ارتاحة ومكانت ناش متحققين الدقيقة ما دي دي ممكن تحصل كانت شوكت بالضبط كنت بجيب عارف اللي هو بتاع الكورنيفليكس اللي بالشكراتة ده اللي بحبيبات كان رخيص فاشخي في اوكرانيا اي حاجة فيها عيش ومون كانت رخيصه في اوكرانيا فكنت بجيبه للاسبوع وابدأ اجيب لبن ده اكلي فطور عشا غدا هو كان ده كورنيفليكس بلبن وافضل ازود عليه لبن يعني سوبر سوبر انكلفي سوبر ما كانش لان احنا ما كناش احنا كنا في سكن طلاب ما عندناش بتجاز نطبخ ما عندناش بتاع الاكل كله كان اكل دليفري الناس بقى كنتتطلب من المطاعم ما كانش بينكم غاز صغير ما فيش مطبخ متشارك بينكم الكل ما كانش مسموح لان احنا نحط بوتا جاز في السكن تمام اوكي منطق عشان الغاز اوكي بس حتى لو كان في الحراري كان في الحراري وكان بويز فلما قلنا لهم هنشتري من عندنا اللي هي العين الوحدة نحطه في السكن قالوا لنا لا مش مسموح يعني ليه مش مسموح اصلا هتولعه في المكان تبناكل ايه اتصرفه فما كانش نسموح نجيب ادفع الحاجات غسالة نخسل هدومنا احنا 14 ولد مصري في الدور فهنشترك مع بعض ونجيب غسالة تمام عادي هتلاقي نفسك كله ادفع 200 جنيه ولا 300 جنيه على الارض بس تضمن ان انت مش كل يوم تنزل تدفع 50 جنيه تخسل هدومك فهم قالوا برضو لا مش مسموح اعدل الكاميرا بتاعتك مش مسموح للمصريين اللي معاك ولا لكل حتى من اي بلد يعني موجودين في مكانش مسموح للمصريين يعتبر هقول لك كده هقول لك كده لان انا متأكد 100% رهيبة المكان اللي احنا كان فيه كان فيه عنصرية واضحة واضحة عنصرية واضحة لان انت مثلا اي طالب مثلا اوكراني وهو جاي مروح روح في وقت متأخر عادي كانوا يدخلوه عادي فيش مشكلة المصري يمنلو الحوارات وجات في اخر سنة في الجامعة طريقة الجامعة جيت في اخر سنة في الجامعة في دكاترة بدأوا يسقطوا المصريين عافية والعرب عموما معادي المغربة المغربة كانش يباني انهم عرب المغربة برو المغربة is so good انهم يبلندوا ان في اي كنتري والله ما بيباني عليهم يخش يتلاقي خش اوكرانيا ده اوكراني ده مش مغربي لو بس الملامح يعني فمهم كان يبدأوا يسقطونا لو مش تدفع فلوسك وتتسقط وحصل معايا اخناقية كبيرة مع مع الدكتورة من دكاترة في الجامعة بسبب الموضوع ده احنا بعد ما دخلنا وصدنا للمتحان الفاينال جه شاب خرج من القوضة بتاعت رئيسة الاسم بيقول ادفعوا عشان تعرفوا تخش الفاينال لانك لو ما دفعت هتسقط وبدأ يلم مننا وهذا الدفع مش ليجل صحيح يعني مش من الجامعة نفس لا مش ليجل طبعا اه هيك بس هيك من عندهم يعني ليه تدفع مني الدولار عشان تطورش مرحان استغلال استغلال مشكلة انهم اختاروا اختاروا يعني الناس الغلط يعني عندك الناس يدفعوا دولار لا بالعكس 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 ما اقول لك الجنيه مصري بتاعنا كان يعمل ثلاثة عملات جريفن يعني احنا بالنسبة لهم احنا عملتهم احنا جايين اه اه اوكي 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 انا فكرت لا استيل بالعكس لانه هما احسن تارجتس يعني المصريين لانه مهاجرين في مش مهاجرين ولكن هجرة ادمغة خلينا نقول في بلد مش بلدهم فهم تحت الضغط فممكن يعني مش بشي اشتكيو بيك مش بشي يعملو لك اي شي انت كدكتور يعني فتستغلم وانت لسه صغير لسه اولى وتانية فمش تغير تروح للبوليس مش تغير تروح للبوليس تتكلم معابر الروسي او الاوكراني تشرح له المشكلة ايه وهم بيتكلموش انجليز كتير هناك فبديد انت كحكيت مشكلة البوتاجاز والغسالة عرفتلي هي تحصة عنصرية واضحة افهمت انه تحسها بوشت 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 جون حب نسلك على نقطة صغيرة حب نسلك على تجربتك مع المصريين اللي لقيتهم في اوكرانيا هل عيشت اخوة وتضامن وتحابب لانه انا نعرف حكايات كثيرة نعرف حكايات كثيرة على التونسيين في فرنسا مع بعض وكل وكل في بلدين مختلفة ولكن في اوكرانيا مع المصريين كيف كان تجربتك شوف انا اشرح لك الموضوع بالتفصيل تمام فيه فئتين تمام بس انت لما بترجع من الغربة الفئة بنت الوسق عادي عادي الفئة السيئة الفئة السيئة هي اللي بتفضل معلمها في دماغك تمام هي اللي بتفضل ازاي الوات دوت يعني ابليس لو نام عمه ما كانش اجيب الوات ده انت فاهم اللي هو ازاي الوات ده عايش ده بتنفس نفس اوكشيجين بتاعك اكي انه تيم ميت فالوران فاهم فالفكرة انت دلوقتي قاعد مع شخص اللي مدة السنين دو كلها هيغير فكرتك عن العرب كلهم ساكم مصرين فقط عن العرب كلهم ولكن فيه الناس كويسة بدي قصص طب اكمل احكيلي عن الكويسين بس بدي تعطيني قصص عن السيئين بس احكيلي عن الكويسين بلا أول اوكيب الكويسين كان فيه شاب اه جميل جدا 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 اتعرفت عليه في اوكراني هناك اسمه بيبو واشاب كتير واحد اسمه احمد سامير ده معاني من مصر هنا بس انا ما كنتش على معرفة قوية بي قوي بس عارفه اسمه من الناس اللي قدر اقولك ان دلوقتي قصك فيه برقبتي يعني فاهم ارمي نفسي عليها من غير ما بص مايفرقش معايا ان الشاب ده جدع الشاب ده اعرف بالضبط ان هو لو حصل اي حاجة ممكن يجي على نفسه عشان يرحقني اه يعني ممكن هو يتأز فيه ناس يقولك لا يا عم نفسي فاهم لا ده ممكن هو يتأز عشان يقف يساعدك فاهم فالناس دي ناس جدعوي لغم ان الغربة هناك بقى وريتنا أشكال وسخة وخصوصا الناس هنا من البحيرة في مصر شاوت لتوت الاخلاتنا في البحيرة بس عايزة اقولك فيه أماكن حتى بتوع البحيرة نفسها ايوة اكي طلع ايدك طلع ايدك طلع ايدك هل يفعل شيئاً لأن هناك منيحة سمع عنهم أو الناس الذين ليس منيحة؟ بالضبط، أفتكر الناس فالناس الذين قابلتهم من البحيرة مثلاً، لا أقول البحيرة، لا أخصص البحيرة لأن هناك أماكن أخرى أيضاً لكن هذه الناس بالضبط أولاً هو جاي معاك سنة أولى يعني أنتم الاثنين في بلد أجنبية مع بعض بس هو أشطان، هو مش إنسان طبيعي أول حاجة بينزل دور عليها فين الخمرة، فين النسوان، فين الحشيش اللي هو بيسمع مراعين، تمام؟ تاني حاجة، إزاي أعمل مصلحة؟ أنا مش جاية أتعلم أنا جاية أعمل مصلحة يعني دلوقتي أدهم واقف معا ما ده مش عارف ينجح فيها مسؤولة حاجة هاتي أدهم ميت دولار وهروح أنا أقرشي الدكتور وأزبط لك المادة دي طب إنت عرفت معلومات دي من إيه؟ لا، هو ما فيش هو إسبوند كده إسبوند شتون تمام؟ واحد منهم جاه اقترح علي أننا إحنا على حدود بولندا تمام؟ في مدينة اسمها أشجرد أنا مدينة عدت فيها إحنا على حدود بولندا فالناس تقدر تجيب عربيات جديدة من بولندا برخص طراب مش عارف إيه البروزيس بالظبط بس بيزيكلي أنت بتشتريها برخصة أجنبي يعني كني مثلا بدلهم بسبورة مصري بتاعي وبيدفعوا جمالك بسيطة وبيخرج بها برد البلد ويخش بها تاني حارفينك أنك بتطلع في بولندا تعمل يوتيرن وترجع تبقى معاك عربية بي امي دابليو اكس سيكس بتلاف دولار مثلا أسعار معاقب أسعار معاقب تمام؟ هل تلاف دولار بجيب بسكالات يعني بسكال الحمد لله بالظبط بالظبط تجيب لك بره اكس سيكس لها ماش اكس سيكس بس تجيب لك على بي امي دابليو نضيف تمام؟ فمشكلة الحوار ده إنها إليجل وبنود دخلك السجن فهو عشان يعني يمنع إنك تترحل ويمنع إن هو يترحل يعني ويمنع إن هو يخش السجن في أوكرانيا مثلا لمدة سنة ولا حاجة وبعاك يترحل على بلده وممنوع يخش البلد تاني يقولك خلاص هاديك مئة دولار ويجيب باسبور بتاعك تمام؟ طيب هتعمل بي ايه؟ لا لا مش عام بي حاجة هشتري بس عربية عشان مش عارف إيه عندي مشكلة ويديك مئة دولار يعني شو سكه بس إذا أي شي صار بالله أي شي صار يعني It doesn't care It doesn't care لو حصل فيك أي يعني لو في أي حاجة حصلت إنت اللي معاكل إنت باسبور بتاعك معاه يا وإنت ما بلغتش في البوليس إنه هو تسرق منك مثلا على الحاجة سوء إنت بتكر إنه إنت مديله باسبور as a business يا وراح عمل بكارسة وإنت اللي هتلبس يا ما هو يعني هو مش مهتم فيك أبدا يعني أنت كhuman being أنت you're just an object إنه يستخدمه يعني بالضبط وده مصري زي زيه ومش موجود مثلا مش موجود مثلا في أوكرانيا بقاله ست سبع سنين ده جاي معاك إنتوا أول جديد في البزن عايز أقول لك إيه واكلين مع بعض شخين مع بعض نايمين في سكن الطلاب مع بعض بس هو هو شطان وهو مش إنسان فاهم فدي برضو من الأشكال الوسخة التي تقبلها هل بتشوف إنه هو يعني تربايته اللي خلته ولا هو خلاص زي ما أنت حكيت يعني في ناس خلاص بين ولده شياطين بين ولده فيه غلط بمخهم يعني رغم أن أتمنى أقول لك رغم أن أتمنى أقول لك إنه أكيد كده بس لأ عمري ما أمنت بفكرة إن الإنسان ممكن يتولد كل واحد يعني زي ما ربنا يعني زي ما نحنا نعرف إحنا تولدنا على سيجتنا الإنسان تولد طاهر اللي بيوسخوا البشرية إذا ما تلاقي واحد عمره ثلاث سنين قتل أهله يا زلمة فيه فيه ناس غريبة يا زلمة مضروف لا ما أنا أقول أولا ثلاث سنين قتل أهله ليه عندها أسباب ثلاث سنين قتل أهله ليه اتولد كده عايزة أقتل لا أكيد أهل أولاد وسخ أكيد أهل أولاد وسخ فأولا عارف يقتلهم الفكرة في كده إن أنا أقول لك لما تكون محضب بجو إن أصل البيبي ده لو أنا أخدته وربيته مع عيلا كيوت خالص في اليابان والدنيا كيوت جدا وبتاعها هيقتل الشيطان اللي تولد ده صعبة صعبة الفكرة فيه ولاد عاق يعني الصراحة فيه أكيد أكيد بس لما نجي نتكلم عن البحيرة شهدات البحيرة ما تقول شابت أهل دمرتهم يا زلمة مش شهدات إحنا أسفين الله يأسفين الصحابي في البحيرة عارفين لما أجأتكلم عن أهل البحيرة الوحشين وما عارفين البلاد بالزبط اللي بتكلم عليها فين بيطلع منها ناس سبحان الله يا أخي سبحان الله غريبة هي منطقة صغيرة هذا مش منيح مع هذا هذا بصوره مش منيح مع هذا فكلن بصوره مش منيح مع بعض شهد أنا عمر ما كنت عنصري لحد ما روحت أوكرانا وتعرفت عن أهل البحيرة دي أكبر كرسة حصلت في حياتي كانت أنا صحابي من دمنهور في البحيرة بايدويا بس دي العاصمة تمام وروحت دمنهور وبحيرة وجميلة جدا وإيه الجمال ده والمكان شكله نظيف وتحس ساكنك في حتة من أوروبا تمام فأنا واخد فكرة روعة عن أهل البحيرة تمام لحد ما روحت وشفت بنفسي الدرك سيد من جوثم ترى الدرك سيد سيد لا تذهب هنا جو هل ندم على تجربتك في أوكرانيا ريتد على عشرة مستحيل مستحيل بقول لك رغم أن أنا كالت الزج هناك كالت الخارة صبح وليل عشت حياة صعبة بس دي اللي عملتني يعني دي الحياة اللي كتبت لي عشان أوصل للميند سيت ده لو أنا كنت فضلت ابن أمي وأبويا وباخد فلوس وبصرف مش عارف إمتى القرش أعمل ما كنت عارفت أن أنا أساكسيد وأتجوز بنفسي لو كنت أن أنا مثلا ماشيها سبأ هلالة كده يعني أنت مثلا أنا الستريمر البحيد اللي تلاقيه ما عندوش وراء السيطب بتاعه كسة تانية وسلوك كتير وطرابيزة باتنين ألف جنيه وبتاع احنا في حاجات أنا بحط دماغي الزبط في حاجات إنك تسبند فيها ماني أكتر منك صورت تعرف إمتى الفلوس يعني صورت تعرف إمتى الفلوس بالضبط معنك من أية المرتاحة ولكن حياتك هناك توقع سبع سنين قشت هناك صحيح لحالك خلت أكتر تبني شخصيتك أكتر بالضبط 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 فعمري ماندا مع الحاجات دي بلاس اللي خلانا ستريم في الأصل كان إن أنا بعد ما اللابتوب بتاعت حرقة زي ما قلتلك وكان عندي المشكلة المادية دات والحمد لله الأمور رتاحت أبوي يعرف إن هو يجيب لي أول كمبيوتر ما عرفتش أجيب لابتوب تاني بقى عشان اللابتوبات كانت غالية طبعا أنت عارفين ديسكتوب أرخص بكتير من اللابتوب فجبت ديسكتوب نضيف عبدو سالم صاحبي اديته موقع عامل زي عامل زي امازون كاس اسمه روزيتكا اسمه روزيتكا بس ده أكراني تشتري عبدو ديتول وديتوا الأكاونت بتاعي أعمل سيليكت 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 وديني أعمل تشيكاوت ودفع وخلص الحوار بقى معي ماي بي سي لأول مرة وعد معي بالكاميرا يشرح لي الزائرة كيبو لأن كانت تجميل وكانت مسخرة يعني وبعد كده بقى معي ماي فريست بي سي منيح أنه كان محترم صاحبك منيح أنه كان محترم بس بحكيه لك تعطي أكاونتك بعد الخبرة التي رأيتها بالجوازات مستحيلة أعطي أكاونتي لحدا لا لا عبدو دمي عبدو ما أقدرش أن أنا أفكر حتى في أن عبدو يعمل حاجة عبدو ده سكاة سكاة تامة يعني صحابي عبدو سكريبتونايت ما أنت عارف عبدو عبدو سكريبتونايت عبدو سالم عبدو سالم يا سكريبتونايت لا ما كانش معايا كان في مصر قدته الأكاونت بتاعي وهو عرف أنه يشتري لي من هناك وأنا بس سبيه يوت فهو عمل السرش وعمل كل حاجة وبعاكية لقيت عمدي بقى بيسي جديد وقدر أن أنا مثلا أطلع ستريم لأن أنا بحب التصوير وكان عندي كاميرا هناك في أوكرانيا أه ما حكيت لكوش أنا كنت بعمل أفلام بسيطة مع عبدو وبعريضة فأنا بحب فكرة الإخراج وحب فكرة أنه يطلع كونتنت تمام فحتى في مصر لما نزلت مصر خدت في السنوات العامة بتاعتي شهادة شهادة إخراج يعني رحت خدت الكورسات وبعاكية خارجت خارج بشهادة إخراج من سي بسي و أونلاين أه لا مش أونلاين قبل ما روح في السنوات العامة فأنا داخل المجال ده عن حب فلما جيت الستريم أنا دلوقتي عندي في أوكرانيا انترنت مفيش باقة مفيش كهراء بتقطع ما فيش أي مشاكل خالص مفيش عيلتي حوالي يطلعوا صوتهم في الستريم تمام فبعا عندي فرصة أن أنا أطلع أستريم ف دلوقتي معاي جهاز أول حاجة عملت أن أنا عايز أفرج صحابي طب أفرجهم إزاي ما كانش الديسكور تلعب أفرجهم إزاي طلعت لايف من على اليوتيوب في الأول واللينك بدهولهم وخلاص ما كنتش عارف أن فيه كومنتات كنتش عارف أن فيه أي حاجة تتقري كنتش بفتح حاجة تاني كنت أفتح الأو بي اس ستارت لايف وحطت اللينك أفتح بص آه بيرول يلا نكمل لعب بلعب بالفلججج أعني أنك الفيديو ممكن تكون موجودة لحدة دلوات بلعب بالسنجد دعوة بالله دائماً بحكيها سنجد أكتر تشامبين مشهور في مصر ليس طبيعي كل المصريين بلعب بالسنجد لماذا مش عارب؟ أعني إنها تشين إفكت واحد بلعب بالسنج للتاني صار يلعب بالسنج الثالث هؤ لأي لك أنا صار تلعب بالسنج أفتح بلعب بالسنجد كنت أفتحش ألعب بالسنج كنت أسباب بالسنج بطريقة غير طبيعية فغير كده بقى عندي بي سي عايز أطلع لايف عايز أوري الناس الحاجات فلما نزلت فالورانت في جروبات اتعاملت لفالورانت وكت لسه بينزل على كونتنت وفالورانت لسه مش اوبن كت لسه موجود أنك تفرج على تويتش عشان تنزل فنزلتها ساعتها وعايز ألعب بس مش لاقي حد أفرجه فبدأت أطلع لايف على جروب فالورانت يعني كان فيه فالورانت قرب الكميونيتي مش عايز أجروب على الفيسبوك بقيت أخش أشوف إزاي تعمل ستريم بيقولك اضغط لايف هنا بتاع فأروح وأخذ الكود وأحطه على الوبيس وكي دلوقتي هنعرفت إزاي نطلع لايف واطلع لايف بس وبعدين مفيش أي حاجة مفيش زيو مفيش فيوز مفيش ناس مفيش حاجة بس أنا لايف ما كانش فارق معي طب عرفت بعد كده إيه بقى إن الجروب لما بتنزل عليه منشور أو بوست بتستنى فترة لحد أما الأدمين يعمله ريفيو ويعمله أكسبت أنا مش جروب أدمين I'm just a regular x-weep master معادي فهام فروح تعامل بوست عادي جدا فبعده ستريم بالنص ساعة ساعة ومفيش حاجة بتفرج لأن الأدمين ما سعيش من نوم أدمين ما سعيش من نوم يأكسبت البوست بتاعي مع الأدمين يعطيك full access أنا ما عنديش خبرة إن دي حاجة تمام كان في أدمين واحد كانوا كانوا تلاتة أدمينز لحد دلاتي منهم واحد صديق ليا جدا بقيتعرفوا إخواتي يعني فمهم الأدمين منهم دوت بقيت أكلمه بعد كده أقول له برو بليز أكسبت البوستات بتاعتي أسرع ما كنتش أعرف إن فيه option ممكن أسأل عنه إن أنا البوست بتاعي تأكسبت وحاجة تانية في الفيسبوك كان فيه كومند اسمها notify اللي بتخليلك تعمل وفولو ايج دي كتوب كومند اللي كانوا موجدين على الفيسبوك وعبش تحريف عنه ملأ فلاقيت ناس بتكتب كومند notify وكومند فولو ايج عندي على الصفحة وانا شاهم انت عايز إيه قال انت ليه ليه كومندات مش شغالة عندك وقال له يعني اي كومندات يعني اي كومندات أصلا فبعد كده عرفت إن أنا لازم أعمل صفحة فيسبوك عشان أعرف أستريم فبدل ما كان بيجري 25 فيو على الجروب بقى يجري ثلاثة بقى أنت أبديدي تاني من تحت على ثلاثة وكي عرفت إن فيه حاجة اسمها أفليت ولازم إن أنا أبقى أفليت عشان يجيلي على طول ستريم ويجيلي كواليتي كلها ويجيلي فلوس ستارز هما في فيسبوك ستارز أه بس أنا ما كانت شارع معي لستارز كما قلت داخل فور فان وما زي البيتس زي البيتس بالزبط الميت ستار بتسوي ميت بيت ايه اللي تنبي يسوي دولار يعني فكان المطلوب عشان أفعل الكومند بتاعت فلو ايج ونوتيفاي كان لازم أبقى أفليت ودي كانت كغسة بالنسبالي إن أوكرانيا مقفولة عليها أن أنت بقى أفليت ومصر مقفولة عليها أنك تبقى أفليت فكان لازم أصلب من صاحبي اللي عايش في دبي إنه هو يخش يستريم من على الصفحة فترة عشان يشغلي الأفليت فكانتكسة أيوة it was insane وكل ده بس عشان حابب أشوف البيتسي بتاعي ستريم ولا ده متخيل بدأت بقى جيبت DSLR الكاميرا الكبيرة ضخمة بتاعتي حاول أوصلها عشان أرى الناس وش الأول مرة كان منظرها متخلف عق سبحان الله كاميرات الويب كام تعرف تتأثر باللو لايت من غير في خلاقات من غير رضاقة أكتر من الإنساءات الجديدة طبعا لو كنت بسطت على الميرلس دلواتي بسطة محتاجات في عمية ألف جنيه مصر عشان أجيب كاميرا ليه لا شكرا بس لا شكرا وكيفاش صارت القفزة جو من ثلاثة فيورز من البدايات هذه الصعبة إلى جو اللي موجود فيه انتي اليوم يعني كيفاش تعرفت شنو السبب هل في ناس ولا لعبة معينة خلاتك بتكون مشهور هي بزيك اللي بدأت بفالورانت أنا كنت بلعب غير فالورانت صبح وليل وكنت بلعب بسوفا أنا كنت عايزة أعمل لا 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 تلعب بسوفا أنا شخص يحب أنا شخص يحب أن أنا أسبام حاجة لحد ما برفكتت وعرف الناس أنا برفكتتها ليه برفكشون فكنت ألعب دايما في أي لعبة سنجد برفكشون 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 لا 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 على إعجاب هناك لعب مصري كان ألم يتعب إسمه ميمز بعشرة بتاتذكره سمعته أتوقع بعض المشاهدين يمكن أن يكون مذكرينه كان اسمه ميمز كان مقامل سنجد ولذلك لدرب الأخرى للعباب بالر�جزة بعدها أستطيع الحموة من أخرى مثل بوبي ومعراجم كيف حالك فالإن كيف ينزل إلى ديماند فور أتكلم من أكبر لدائمند فور يعني أن تراف الفرقة المستوى وينزل معناها حتى عندما يلعبون ناس أسوأ بهذه المنزل ينزل عادت المستوى وبعدها سأتحدث أنه حسنًا ، يمكن أن أن يكون أصبح لعب مستوى أسوأ إلا عاجبا سنجز وصبح Zwitter كمه مرة بلعب تشامبين ساني برجع دامت فور أتوقع صارت معي ممكن 3-4 مرات في سنة واحد تخيل معي أنه يمكنك تفضل سنجي تطريقة أنك تتعمل ماستر لسنجي دي فكرة في دماغي حرفيا أنك تقدر تمسطر حاجة معينة سيك من الكاركتر وسيك من الجيمز لو أنت مسكت حاجة واحدة لو أنت زبال دي كلمة أبويا لو أنت زبال خليك رؤيش الزبالين يعني لو أنت في أقل حاجة لازم تمسطر على حد ما تبقى حسن حاجة فأنا دي بالنسبة لي فكرة سوفا أنا حبيت ألعب بسوفا بالذات لأن الستايل بلاي بتاعه عجبني شخصية روسية بيتكلم روسي وأنا عاشي أوكرانيا بيتكلم نفس اللغة روش صياد بكوس وسهم أنا من زمان وابعشة كوس وسهم أنا عملت أول كوس وسهم لي وأنا عندي 14 سنة بأدية جبت الخشب ونشرته وش الكتر وحطيته جبت بلاستيك البي في سي وسيحته على البوتاجاز بإدية وهي سوخنا وعملته على شكل كوس عملت كوسة بأعشق كوسهم الكنسب نفسه في دماغي بأعشقه فصوفا كان بيمثلني بيمثلني حرفيا وأشعر شعر طويل بز ما كانش لسه شعر أصفل فالفكرة بقى أن أنا ما كانش عندي كاميرا فكان لازم ما أجيبيه رفيوز بوسيلة تانية فكنت بعمل إيه؟ طبعا من خبرة التصوير والفيلم ميكي وكده بتاخد شوية التركات دي إيه الحاجة الانتريستنج اللي لما بتشوفها في ستريم ليجو في لجنز بتخليك تبقى عايز تتفرج أكتر وتقول إن الواد ده شكله لعيب حاول فكروا كده حاجة لا مش شخص لعيب أه فرس تايم تخش الستريم حسيت من شكله إنه لعيب من شكل شخص نفسه؟ لا مش من شكل الشخص نفسه ما فيش كاميرا just the content شايف الرسمنا الريفت الـ settings الـ colors الـ colors الـ settings especially language سبحان الله يا أخي language لجنز بالزات لما تيجي تخش التائوية بلعب بالكوري أوه دسافر كوريا عشان يلعب that's insane لا عادي ممكن تتوار language لا دسافر كوريا كوريا في 70 أو عنده skin يا با يا أول ما بديت أول ما بديت عندك skin خلص خاتم اللعبة يا أنا أصح نلعب بالدام ثلاثة عندهم skin أيوة أيوة what's the game زمان قبل البوكسات كانت الـ skin دية rare انت لعيب لدوكس ناك تشتري skin يا يا ثلاث skin ثلاث skin أوكي خسرنا وردي شوار ويقعنا ندوس اتفانتج زي تعمل اسمودة ما كنت رعبتش أوكي ويحكي فزت على تيم صينيين فزت على تيم skin أيوة أيوة لما كان حد يكتب اسم بالصيني قدامك في أي لعبة اوه اوه اتفاني 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 فأنا كنت بلحب أنا ساعتها كنت بحب الياباني وبتفرج على أنمي واباين من اسم اكس ويب مصدر فخليتي اللعبة بياباني فالناس بتخش تسمع الصوت ايجنت غراب نفس اللعبة بس في حاجة غريبة فيسأل هو ايه ده فاشوف اسمه فاسلم عليه واتصحب عليه واعد معاه واكلم معاه واسيف اللعبة يعني بلعب الفالورانت بس مش بلعب الفالورانت بلعب معايز مع الشخص اللي معي الموضوع بالنسبالي كان في الستريم أكيدنا أنا في الصالة وفي ناس قاعدين معانا في الصالة اوكي فأنا كنت بحاول ألم أكتر عدد من صحابنا اللي في الصالة انهم يبقوا حابين الستريمر فيقولوا لصحابهم فالتلاتة فيه يبقوا ستة الستة فيه يبقوا اتناشر تفهم الفكرة لما تكسب البيز أو زي ما بيسموها اللويل فانس هو ده اللي هيكبرك معنى أنت نصاب محترف معنى يا يكون سيدان نصاب محترف وبعرفهم انه نصاب محترف وهم حابين ان انا بقولهم انه نصاب محترف فهم؟ الشفافية المطلقة اه وحاجة تانية البساطة انت برأيك ان انا مثلا مش لقل السرير ده مكان اولا مش السرير البنام عليه طبعا لك سعب تسبسب فأكيد يعني مش نصاب المكان اللي بترافتنام فيه بالزبط كتب في الصداع المهم يعني طبعا المكان بتاع الكاميرا ووجودك مع الناس بيفر كتير فكرة ان انا شايف انت قاعد فين دي بتدي الفيور احساسي ان انا معاك يعني بالنسبة للوقتي انا شايف سمود انا انا حاس ان انا عارف سمود بيته شبه بيتنا مش بيته شبه عندك ما تقوليش انا حاسم ده بيتنا انما لو انا مثلا عامل نفس الباجرام بتاعت ادهم انا مش عارف خالص عن ادهم مين ما عرفش ادهم يعني انا عارف ان ده ادهم بس ما عرفش هو بيعمل ايه ما عرفش اكشلي فين ادهم الحقيقي صح صح فدي كونسبت انا كنت دايما انحطت الكاميرا ورا الباب يعني الباب وراي باين والقوضة بتاعته موجودة واصحابي سعب بيخش افتح الباب ويعدوا والناس كلهم بيشوفوا حياتي عاملة ازاي وانا بلعب واصحابي عارفين يعني ببقى يقول لهم انا لايف وبتالي هيخش شايبان على الكاميرا ويخش صاحب امليكار تلعب البوكسر بس مش مشكلة الموضوع النهار بيعملوش بان صح لا كان يعمل بان بس مش بوكسر يعني كان لازم تبقى فيه نودة يا يسنج فيسبوك تلوقتي بقى ضعورة يعني تسمي تبقى تبديرش تبقى حلمتك كرجل ولا الأشياء غريبة أم محبا وخلاص من وقتها صرت مشهورا يعني ولا ما زالت الحكاية لا يعني بس ان انا مشهور دي صعبة شوي لأنني لا أشعر أنني في مشهور مقارنة بالبدايات كبدات Valorant كبدات Valorant كانوا معك مجاهدين أو جبتهم بتعب خالص ما كانش عندي أي مشاهدين إطلاقاً ولا أي حد عرفه ولا حد مثلاً من اللوبي بنلعب مع بعض فجايبين على اسم اللوبي والكلام دوت لا الموضوع كله كان بيرلي واحد قرر يعني عايز أقول لك في واحد دخل عندي قبل كده الستريم أنا كنت متضايق أنه موجود في الستريم اللو برو أنا أصلي مش هعمل حاجة النهاردة يعني التايتل ستاعت الستريم بتاعتي كان استريمر مملي للغاية لا أنصح به يعني يبقى عندي عب إنه هو في حد يجي يتفرج وهيخلص البوكة بتاعته علي ويممكن يبقى مستني كونتنت بس أنا ما عنديش كونتنت فكان ده التايتل تايتل ستريم ما فيش أي حاجة انتريسنج ما بتحصل ما بتتوقعش أي حاجة انتريسنج فكان ساقف الناس هنا فكانوا بيتسلوا لأن أنت أنا لو جيت مثلا عملت نفس كايسنتي بالضغط لو عملت نفس كايسنتي ويجدعان نعرض عني أعمل كونتنت تطعرش تمام؟ لو أنت عمل حمام الناس هتمشي روتو تشالنجر روتو تشالنجر الناس هتمشي أول ما هطلت الديل ده خلاص أنا جيت تستريم حاجة ما ليتاشا روتو تشالنجر أجام أجام دي جابتلي ناس دي شجعتني أن أنا أتعرف على ناس أكتر وبدأت أن أنا أحب الناس أنا أحبب الناس تجيلي يعني مثلا بشوف سيد زيرو تنين أنا مستاني سيد يجيلي تاني يوم لو سيد ما جاش بحس أني مثلا كنا عبدو ما جاش سلم علينا النهاردة فهم إحنا عاديين في الديسكورد كل يوم بنخش الديسكورد متعود أن يسموزوا أدم يجوا يعودوا معنا ونقعد نلغي شواء نراح ننام لو سموزوا أدم ما جوش بداي فده كان فيور بالنسبة لي أنا عارفه وإحنا كنا كام تسع أشخاص فلو حد من التسع غاب بحسه فهم فكرة فالستريم في الأول كان بالنسبة لي أجمل يعني أول ما في التسعيم كان أجمل لا كنت تعرف أن فيه فلوس بيتيجي من التسعيم ولا كنت تعرف أن أنا محتاج أصرف فلوس يعني ما كنتش محتاج أصرف لانت ولا كهرباء بالنسبة لي كان لها شيء عادي قاعد فتح البيسي وما فيش أي مشكلة وبلع أوكرانيا ما كانش فيه الفكرة دي دلوقتي بقيت أنا ده بزنس أنا محتاج أعمل عدد ساعات يوميا وسموز محتاج يحسن نفسه في الكاستنج عشان الناس تاخده في البرو ليج أكتر موجود أكتر لنما زمان والآن سقفة طموحات ما كانش موجود وكنت قاعد مع الناس بنها في فن وباستنى الناس تيجي ولو حصل حاجة بناخد كليب ولا بتاع وننزل على الجروب اللي أنا كنت بستريم عليه وخلاص بدأ بقى الجروب اللي أنا بنزل عليه الفيديوهات ديت الناس تقول لي إيه ده انت بستريم فين عطلهم الصفحة يجيوا وعودوا معنا بدأنا نعمل الكوميونتي بالشكل ده اللي في الأول لحد أما تعرفت بقى على سترمار الثانيين وبتاع ساعت أول واحد تعرفت عليه كان شادوزا تعرفت عليه إزاي جابه كان عامل هو في يوم لعب مع المشاهدين دخلت في كوتناي مع الموبايل بلعب بتفرج على شادوزا بتعصب دي كانت من أجمل لقطاتي على الفكرة أنا شادوزا من زينا عارفوا أنه هو بتعصب وخلاص فبتفرج عليه لقيت دمه بيغلي والله مبين عليه أشخ أنا بقى عارف فدخلت لقيته متعصب وبتاع فقلت له عايز ألعب وكده ما قطلوش أنا مين ما يعرفش أنا مين دخلت نتاشته عالقة في الجيم مين ده معناها نتاشته عالقة يعني كسبته كنت قدامه الفريق التاني اللي قدامه وكان كلما يدفع رأسه جلده كان كلما يطلع رأسه ياخد وان تاب وأنا مكنتش ألعب بغير وان تاب لأنه مكنتش أعرف ما عنديش اللاكجيري إن أنا سبري كان عندي الموز بتاع المكان في زماله سكريم في زماله مشاء الله كانت كشفتني سابقاً بس أنا ما عنديش أن أنا ماوس نظيف أتحرك بك الموزة التي مصدني معافن لأ ما كان عندي أن أنا حرّى كدير الماوس تابت بس أتحرك بجسمي ويطع انت تشوف العالي داخل اللاعبة جديدة تمس منه شماله انا كنت هادي بشغل دماغي اقرأ الموقف اعرف انه يجي من هنا فبضطر امسك الانجل دي ما عنديش غير بايزيكس فببضل امسك الانجل يبيك ياخد قلم هو ما كانش فاهمل حيطة دي بقى وشادوزا كان في الاول رانكو اقل مني بكتير معاكو تساعتها امورتل وهو كان لسه في كان لسه ما طلعش امورتل وكده يعني فكان بالنسبة له شادوزا هبيد شادوزا كان بيهبت يسبري وخلاص وتيجي تيجي مجيش خلاص هاعد في السموك بشوتجن حاجات اللي بيعملها من زمان ديت فتساعتها تسحبت على شادوزا وبدأت بقى ايه حط في كونسبت في بماغي ان احنا ممكن نعمل ميرج كوميونيتي يعني انا بلعب مع شادوزا لفترة وشادوزا بلعب معايا لفترة بحيث ان ايه الناس تعرف ان دي كوميونيتي مع بعض فبادل من ما احنا بعنا 50 و50 بعنا 100 و100 هيدا قبل ما انا كاريتو يكون موجود صح اه نجار كان موجود من زمان بس كان موجود طبع بابجي وكان شادوزا يعرف بقى الشباب دي كان يعرف مجاره كان يعرف سعدولا كان يجيب 2000 اجهز يعني نجار حتى من ايام الفيسبوك من ايام بابجي كان عنده 2000 اجهزة فكان معروف من زمان زمان اه الفيسبوك الفيسبوك في زمان كان كان ولعب لما تيجي تلعب بابجي اي موبايل جيم على الفيسبوك تكسب لان الناس بتشوف الستريم الموبايل انا عدد اتفرج ودر على طول امسك الموبايل افتح العب جيمين ثلاثة انما انت عشان تلعب فالورانت دلوقتي انت محتاج جهاز مينموم ب1000 دولار محتاج ماوس محتاج كيبوردة محتاج سماعة محتاج مايك نضيف انت فاهم بقيت محتاج حاجات كتيرة عشان تلعب فور فري جيم احنا فاكر زمان ليجو فليجنز كنا نعرف واحد سادينا بلعاب على توستر ال judging mel子BiU بداته لما كان بتشخن كان بيحط عليها الجل بتاع الشعر بدل بقيت وكانت تشتغل والله كانت تشتغل والله كان يحط عليها واكس الشعر والله كان يحط عليها واكس الشعر وتشتغل اه كان يفتح الكولر ويعمل وشخان الواكس دور بص أنا أعلم أنه أعلم وعرفين أحسن أزر بلاير اللي يلعب بلعبته بالتوتش باد عرفينه صحيح في League of Legends شكراً لالشاب أنا بعرف الأنيبي بلاير تتوتش باد أزر عرفته عرفته بلعب بلعب ملتبل ستايلز كل مرة عنده فيديو يوتيوب و مرة بلعب قطعة تلش مرة ببيانو و مرة بكونترولر تعرف أني بدايتي كانت بالتوتش باد والله كنت مصطر لعب يعني بالسرقة بالبيسي بلعب بلاير اللي يعني كنت في السرير نلعب بالتوتش باد هل تستطيع أن تضع جيل؟ بلعب 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 تصدقني هذه الأسئلة هتكئب عندك الجوجل لأن أنا أقول لك هذه الأشياء عن تجربة عن تجربة اندتورك واو حط الوكس بتاع الشعب في استيكي كلو حكا لك نودونت فأنسى لا استيكي كلو كيف؟ أنا بدأت البنتيوم 4 يا شباب اسمع اسمع أنا بدأت البنتيوم 4 وما كنتش أعرف ش يعني وبين ايه فبينج عندي ميتون وسبعين والف بي اس واندل دراجون والبارون بنزل تقريبا لعشرة أربعة عشر خمسة عشر بس لا أعرف أنا مكنتش أعرف أنه الإشي غلط يعني أنا كنت مفكر هيك اللعبة أنا عشان يبادي من أيام واركرافت 3 والجام بطيئة وكنت ألعب بالجارينة بالجارينة فا درز أريدي أدلي كمان بالبينج فما كنتش أفهم إشي ألعب خمسة عشر ب بي اس ميتون وسبعين بينج وألعب طبيعي وأرنك ومش عارف إشي وأطلع غولد وهاد لا أطلع غولد روحت على إيو وست بالبينتيوم فور لا طورت بعدها من بينتيوم فور اللي بعدي بشوي تقريبا عندي ثلاثين اف بي اس أطلع الدايموند وان حاست حالي خلص برو بلاير فهذا ختمت الجيم ثلاثين اف بي اس برو كونسسطن 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 30 اف بي اس أنا خاتم أنا بتاتش باد وصلت بلات وان دايموند فور أنا ما كنتش أعرف إن فيه حاجة اسمها اف بي اس أصلا مكنتش ععب إن دا ت Messer ما هتگين نوأس عليه ونعرف هو عالي ولا واطي ولا بيفر فيه composers Shakespeare ومشوف دل сосبت و دل س Kombat تتتذكرت طابة نعم واللعبة كنت أشكي في اللعبة اللعبة لماذا��ك Raspberry فانتشquier طوالمنب انا اشتريته بدولار خربان ضحك عليّي الظلمة انا زي بلا ما لعبت ليه كنت عارف الماوس اللي هو بيتمسك اللي هو حرفين ماوس قدّ كده بالزبط قدّ الحيطة دي بتعلّبتوا اوه عرفت الليباس كابسات اوه صغار ايوه بس كابسات بيتمسك ده اوه ده الماوس اللي هو بيتمسك فأرق بعشرين جنيه مصري يعني اقولك بكم دولار تمام نص نص دولار اقل من نص دولار اوه خمسة واربين سنت خمسة واربين سنتي الفدود خمسة واربين سنتي ده الماوس بتاعي وكان اقول لك حاجة كنت باجي من اوكرانيا كنت باشتري موسات كتير لان الماوس كان بيبوز يعني انا كنت باجي من اوكرانيا هاعود سنة ونص قبل الاجازة او سنتين فباشتري ثلاث موسات من اللي بيعشرين جنيه عشان على مرور الزمن لما يبوز اغيرو انت متخيل ديس بوزة بالماوس لك ده اللي ستعلي بتاعي ده اللي كتبال عبيب وكنت احطه على اللابتوب فيه التوتش بد اوه فيه جنب هالطرار اوه كنت العب هناك والله يا مغامرات مغامرات انت كم عمرك يا جو؟ انت خمسة ونسعين صحيح انا سمعش موليد خمسة ونسعين يعني اوه لا سمع تسعين سبع تسعين اوه لزي جيلنا يعني جيلنا تقريبا انا فكرتك خمسة ونسعين انا أربع تسعين اسمه ثمانية تسعين انا 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 الاب هون يعني انا اكبر من الشحتي ده مين انا هكون قبا اذا ذلك انا نظري اسمه اسمه سمع جو من تصار لكم من سنة متزوج انا businessman عنى ايسا ونص من الجوز اتزوجت صغير يعني اعتبر ولس offen نالا ايام خلاصت تماما ابليك اصبح خلاص جمع يعني لازم تتزوج برو انا عشت في اوكرانيا ورجعت عفيف شريف دي في حد ذاتها كانت مغامرة بالله سؤال اسمع رح نعمل ترانيشن للمواضيع بس دسألك سؤال خربتك اوكرانيا بلحظة من اللحظات بفترة زمنية معي هل خربت باوكرانيا سبع سنين هل جو الخولي خرب لازم يجرب انا قال مين الاؤديونس بتوع الستريم الاؤديونس بتوع الستريم انت انت يورجونا شير في السوشل ميديا انا وادهم بلس النيو اورجانيك تجذب تجذب وتجذب وتجذب وتحكي لا نعم لعلى انا كجذبت عشان احنا قررت يحكيانا انا كجذبت يعني انا راجل ما بيجذبش الاسف عيشت طبعا اكيد فترة فترة متخلفة في اوكرانيا لكن كيف أقول لك السنة الثالثة دي كانت من أوسخ السنين اللي أنا عيشتها في حياتي فالفترة دي كانت قابل قابل الستريمين وكده كيف أقول لك الشباب اللي حواليه الهناك اللي قابلتهم مولد وصغ أشعر على شرفها برأس أكري فالناس بيعملوا مصايب 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 يعني عايزة أقول لك مدير الجامعة بيقول لو عايزين تتعلموا روسي عشان الجامعة بتدينا أوكراني غزب انت تتعلم لغة أوكرانية غزب ففي ناس بيقول لك لا أخي الله روسيا أتليست ناس بتتكلم في الشارع بروسيا بيقول لك لو عايزين تتعلموا روسي وبيتكلم جد مش بالتارية صاحبه بنات معقول معقول شايف أنا واحد بالنسبة دي حاجة ما كدتش كان مستحيلة أعملها فعش قرب من بنتي تاني بنتي ما عرفهوش فأنا كنت ستريت لايكا لايون تمام الحمد لله لحظة لحظة بوز 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 ما فهمتش نقطة ما معناها أنا مستحيلة تقرب من بنت ما نعرف هيش يعني وده يمين يعني بنفش وبدور يعني يعني ايه صاحب بنات بالنسبة لك برو ممكن تصاحب وتبقى شريف عفيف انتي وتفكيرك برو امني احنو في نوز كنسليشن مش سامعت مش سامعت مش سامعت تصفية تصفية الله 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 صاحب برو يعني اوكي انا اللي فهمتو انه سينما مطاعم تتعلم اللغة استمع شوش انا اللي فهمتو يعني جو الخولي السبب الوحيد انه خرب هو عشان يتعلم اللغة الروسية واو والله انك انت اسطورة دائما في عندك يا ابني يا ابني انا انا لو بتكلم روسي دلاتك كنت هتعرف ان انا خربته بس انا بتكلمشه روسي اه 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 انا ما خربتش يعني ما خربتش ما خربتش بس خربت بعدين في في حاجات تانية يعني دائما اقارم بقى اه 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 بص صاحب يعملو ايه اصلاح اعايز اقرب كده اه البعد عن الدين بقى هو اللي خلاني اسرح بدماغي واقلا اطوام لغلطات ايه اكا بس الحمدلله 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 ما علي تعرف كيمة الدين بالضبط 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 يا ربنا هو حرمش حاجة هباء كده كنت سألوا مثل ما؟ يعني الأشياء التي يخرب فيها أو ما سألوا اسم التشارعية؟ أنا أصحبك ما لازم اللي أنس تتهم يعني أنا أكون صريح معك أول جوب حشيش دخل عندنا سكن الطلاب سكن الطلاب تمام؟ الشباب جبوه طبعاً أنت تعرف السباب منين اللي جبوه؟ سنقوم جبوه وعايزين يشرب مع بعض بس العبد لله كان مزنوق بجيم في سينجد قعدت خمسين ديئة معيش أشرب معها الكيوه طبعاً قررت الجوب يا زلال في جوب بلف عواليه الله العليل العظيم ما بهذر الشباب خلصوا الجوب وأنا لسه في الجيم يعني اللي أنقذني من التدور في ناحية الحشيش هو سنجد كان سنجد مستر جوب نفسه مستر جوب نفسه الجوب خلاص دي هي حاجة تانية من الحاجات بقى اللي أنا معرفتش عبد النفسي عنها في فترة من فترات كان في صحابي بقى لما نروح ناخد شقة جديدة طبعاً بيت عن السكن عشان يبقى عندنا وبتجازد نطبخ وعندنا الكلام ده كله فبتخش الشقة أي شقة أوكرانية بيبقى فيها أزايز بتاعتها وكده فطبعاً العبد لله طبعاً شايف الحاجات دي قدامه فشايف الأفلام بتحصل فيها إيه وبتاع أدوء فطبعاً خارة معرفش ليه ممكن متخلف يفكر في حاجة زي كده مر آه لا طعم ولا يعني حتى فكرة إنك السكر اللي هم عاملينه في السينما والكلام ده كله عاملك بقى إنك جامد وعملك إنك مش عارف إيه والضيع وبتاع نفسي إحساساً ما تقعد صهران ساعتين على يعني يومين عالجيم ده أحسن السكر عارف أنت صهران طول اليوم تسح الصبح ضيخ بس في نفس الوقت عايز تكمل فعنيك وجعك بس اللي هو عايزك وجعك من الشمس هو هو نفس اللي إنت بس إحنا عايزين ناخده من الخلق مش نفس المايند سيت مش نفس المايند سيت مش نفس المايند سيت أنا بأسكر على حاجة أحسن أنا بأسكر أرباني أربعين ساعة جيمينج أقعد على البلايج أسكر إنما لا الحاجات ده يتبقى التخلف اللي أنا وقعت فيه يعني بس الحمد لله الحمد لله ما ما ضلتش يعني كونسيستنت بالإشي جربت فوتكا فوتكا حشيش سلام عليكم باي باي ما ما جربش حشيش قبل كده لكنني العجبتك لا أعجبتك شكرة أنه كان في حشيش في غرفة بعد البلد المرة هاذي مفيش مرة أخرى لا خلاص بقا قلت أكيد ما جربته لسامر أصلا أنا مش هشتري أنا مش هروح سبعة سنين سبعة سنين بس أنا كنت ربنا ساطرها علي هي سنة ثالثة هي سنة ثالثة اللي خربت فيها لفترة شهرة شهر ونص وبعد كده ما خلاص ما معنى خربت لي شهر ونص يعني يجرب كحول يعني قبل يكون فيه حاجة حواليه هو قال من أول مرة ما عاش بتوش الكحول أما زدت مرات أخرى يعني هو فيه أنواع كثير يعني فيه أول مرة لكل حاجة آه فهمت ومخدرات لا 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 الحاجات دي كلها الحمد لله ما يعني أنا بوزت في حاجة كتير قوي بس من الكيميكالز والكلام دي طب زي إيش الحاجات زي إيش طيب ده آخر ما ممكن تاخده من جو إكس في بمصر مستر جوب مستر جوب ماستر إكس جوب ماستر ومن ناحية جوب الخلي من ناحية البنات خطين متوازيين لا يتقبلين بالظبط بالله عليك سؤال بالله عليك سؤال يا جوب الخلي مرتك جنبك آه بس الوضع التاني ليه يمكن لأ شانيك أنت عبدأكي لأ وأنا عفيف و لطيف لا شوف شوف بالنسبة لل للشيبس وكده لا أشرح لك بالنسبة للشيبس وكده لازم تبقى صريح صح شاف فيه مطلقة أنا أقول الحق دلوقتي ولا أني أعيش أجد بحياتي ولا أني أمسك فيها مجهود عقلي فظيع عملت الغلطة يا سيد أنا عملت الغلطة فلانية عادي إنسان الخطائي صراحة زي إيش الغلطة أسحب القسون بأي طريقة يا زي ملا بلاه عادي معناها عادي مستر جوب معناها أنا اللي فهمته اللي زوجتك الحالية هي أول صديقة ليك في حياتك لا صاحب لا أصدق أول جرلي فريند يعني كده اه 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 انا صاحب كلهم في الجامعة ما كانتش في رجالة يتصحب تقعد لابن الكاميرا بتاعبك اه 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 يعني كان عندك فريندس بس اه اه بالضبط كان عندي كان عندي صاحب كثيرة في الجامعة وكده بس الانلي يعني في الاول الاولى والاخيرة وكده اه اللهي رومانسي ربنا يسر الامور اه الحمد لله حاجات زي كده ربط بيك يعني بيسرها ما بتبقاش فيها تحكم اللي هو ايه اه ده انا لازم اديت ديت لمدة كذا اديت ديت لمدة كذا انت بس سنوي لله واتلاقيها بتتفتح لك لوحدها ده ادوم كم والله عظيم لوحدها والله الى حالها والله يعني اه 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 ايه اه ادام لازم نعرف كيف تعرفوا على بعض اصراحة يلا يلا بيسر كانت ايام جمعة ايام اصد سنوية العامة قبل ان أذهب إلى أوكرانيا هل أنتم أشتبت بالفعل من ذلك؟ يا خطوبة سبعة سنين اغلقج اه اه أعني أنت خاطب قبل أن أذهب إلى أوكرانيا حيش لأنك لا يلعب مع النسوان حسنا 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 خاطب نحن 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 خاطب وانت أصغر من العشرين سنة صح؟ اه بس كان كلام ليس خطوبة كاملة ولكن قبلت عليها هذا حب قوي هذا حب الحمد لله حاجة زي كده فكرة انك تساتل مع الشخص اللي انت يعني عارفه من فترة وتعودت عليه وتأقلمت عليه وعارفين بعض وعارف اهله وكده اسهل بكتير من انك راندوم اللي تجرب تعال نخطب داية لمدة فترة ونشوف تعال نخطب داية لمدة فترة ونشوف تعال نخطب داية للقاتمة لا بالعكس انا اعرف ان موازل بس مش 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 اللي بيحصل على الشاب عابلينه الفترة دي بالعكس انا انا احب ان موازل يا اخي انا انا احب ان موازل مساج مساج اه انا احب ان موازل اه ملاحظة انت يعني كانت كبيراً عندما كانت الأشياء كبيراً لكي تحالات شفت كتير وشفت قليل بالنسبالي مش صعب أنا قصدي لما خليت الاختيار أنك ترتبط مع الشخص كنت أصغر من العشرين سنة لهو مزلت في أوج الشباب منتاعك هقولك بقى لحاجة هقولك لحاجة أفهمك الـ concept للغرب والمجتمع الجديد مفاهمه لنا تمام؟ هو إحنا مش تعالوا وإحنا مش الشباب بتاعنا ده حسن الوقت استمتع فيه مش ده الوقت اللي انت ومفروض تعمل كل اللي انت عايزه يب من العشرين خمسة وعشرين ليه عايش مع أبو يا أمي في الخمسين؟ عشرين خمسة وعشرين حسن الفكرة ان احنا دايماً في المنتالستيب بتاعته انا مش هعرف اتجوز عشان الـ requirements is too much وانا لسه صغير لا 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 سؤالي سمود انت عشان تفهمه أكتر انه يعني ما حسيتش انه بأفضل سنين حياتك في عندك مثلاً يعني انك تعرف ناس أكتر تاخد خبرة أكتر بعدها تتقرر انه خلص اوكي كيف كنت متأكد انه هذا خيارك الصح ومش مش تنظم عليه فهمت وانتي أصغر من العشرين سنة يعني ما زلت في عشان كيف أقولك أب أحب الترادشنل الترادشنل ماريتش بالذات ده اللي بيمزجني ان انت لوعه لا 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 مش ستايل بس I actually find it real يعني ده اللي انا شايفه الصح الفكرة في الترادشنل انك بتتعرف على شخص تتكلم معاه وهتفهم دماغه فهتخطب وتفهم دماغه في المسائل الجد الخطوبة دائماً بيحصل فيها مسائل الجد تمام؟ فلما تعيش الجد ده بتحس اكن انا لو مشكلة دي حصلت وإحنا بنتخانق وإحنا في الوقت ده ومال لما تحصل مشكلة كبيرة وإحنا متجوزين هتبع عاملة ازاي فبتبدأ ساعتها تتلصيد انما اللي انا شايفه الناس الشباب دولتين يعملوه غلط اللي هو احوار انك تروح تشوف دي تكلمها حبة وتشوف مزاجها عاملة ازاي وتكلم دي حبة وتشوف مزاجها ازاي لطرقني لما تبدأ تاخد خطوة انك تخطب هتبدأ تشوف الجد لانك كل الفترة الطويلة اللي انت عادت تتكلم فيها ديت It makes no sense قاعدين بتحبوا في بعض وخلاص مفيش اي جد وانت جميل او انا جميل انا لا فكيك يعني انت بتضيق اسليم الحياة مفكر حالك تفهم مفكر حالك تاخد خبرة بس انت على الفاضي بالزبط بحينا ان انك لما تيجي مثلا تخطبها وتبدأ وتمشوا مع بعض في حاجات الشقة والسكن والحاجات الكبيرة ديت فتبدأ تقول او واو هتخلع حور كبير ساعتها هيبع عندك قرارين هكمل فيه وهبقى راجل و هتكمل فيها وتبقى بنت بنت ناس ولا لا يا صاحبي انا مش قادر ان ازاد ستتو مادش عليا فاعرف انك مش هتشيلني عرف انك مش هتستحملني مش هتبقى تابعي فعشان كي بقولك ترادشنال بالذات هو اللي بيكمل هو اللي بيقوللك ده ترادشنال ماريج الناس بدوا يعملوا عليه انه هو الناس بدوا يعملوا عليه انه هو الجواز سالونات بقى يزهر بالميمز الجواز اللي هو ابو يا ام جوزتل مين الساميم تمام طيب ما انت عندك option لا في الشارع ولا في العرف ان حد هيجوزك غزبا عنك صحيح انا هقول لك ده option اعودوا مع بعض اكني بنت عامت لك فوله على فيسبوك مثلا انت عادتوا كده مع بعض خلاص المزاج الشباب ان لازم نقعد على فيسبوك ما فيهاش نقعد في الصالة ووش الوش طيب الفكرة فده الكونسيبت بتاعي ان انت لو هنتجوز يبقى احنا محتاجين نتكلم جدا طيب مش مشكلة نتجوز يا عماليسة صغير مش عايزة تجوز دلوقتي طيب لو هشارك حد في حياتي لازم نتكلم جد يعني حتى لو هصاحب صديق انا ليه اقول لك مثلا ان عبدو سالم اسكريبتونايت اقدر برقابتي يعني اقول لك قصك فيه مليون في المية لان عيشت مع عبد جد اه اوكي طيام اه لانه واحد رحلت صوتك راح صوتك راح صوتك راح يا اعملت بيوت لابسك يا يا برو مش تمعينك عادي بيشرب مي داك سمعوه بيشرب مي لا اه هو هميوتد هز مايك صوتك راح صح اللي تقوله صح اه اوكي مع الحق والله مع الحق والله اوكي خد راحتك يا زوب الخوة استنيوا ادهم هو ادهم ما جوبنيش في الاخر على السؤال انا مكنش عندي مشكل مع ترديشنال مكنش عندي مشكل مع ترديشنال مارج كنت بس حاب اعرف انه قد رأي بيشرب مي ترديشنال مارج اصغر من العشرين سنة يعني مستر جوب مستر جوب ايه مستر جوب اوكي بس جاوب وعجبني الصراحة أعرف هي اذ ممكن نحكي ممكن نحكي بيشرب ميوتد المترجم المترجم لشرب المترجم المترجم او بيش بس ترديشنال مارج او بيش 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 انا فاهم على سؤالك انه هم هما فاهم على سؤالك بس معناها بش انك تاخذ القرار انك لا بس هو جاوب تقديم يعني حاكى انه إنه يعني الزمن هذا في الشباب يعني بيواجهوا مشاكل بإنه مثلا عشان مثلا وضعه هو نفسه أو مثلا وضع أهله هو فكر في هذا الكل وهو طبيب وخلص هو فكر في هذا الكل وكان عارف هذا الكل وهو في سن مش عارف 19 ولا 18 ولا 20 فهمت يعني مازال مازال صغير فهلا يصب ليه يعني مواصف يلا رجاه رجعنا مع جوب بلاي اسمعني أدام عندي عندي ليس سؤال جو لا خلص هو كمل جاوبني على السؤال جو نحب نعرف كيفاش قضيت السبعة سنين في long distance لأنه حسب رأي أقوى تست أقوى تست أقوى تست للحب هي long distance هل صاروا فيها breakups طبعا وعودة اه ليس breakups اه فيه breakups مش مختوبين كثير مختوبين بس عدس ممكن فكش احكي مش official يعني اه اوكي احكينا خليك تحكينا عن رون الكورت يعني معروف انه احنا مع بعض يعني احنا we are together الاهل بيعرفوه فهم اوكي احكي لي عن سبعة سنين الناس بقى انا عجبني دا عادة اللي انتوا عدتوا like actually wait wait الجواز in general والعلاقات in general حتى لو صحاب يا ما بتحصل خنائات أكيد أساسيات ان فيه حاجات كبيرة زاكية هتحصل بس الفكرة انك بتتعلم والشخص اللي معاك بيتعلم ان الخنائات ديت ممكن تخرج باتنين يا انا هابقى قناني وكنسل على الموضوع كله ونفسي يا اما هتغاضع عن الحاجات الوحشة واشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وقولك اوكي انا ممكن نصلح مع بعض المشكلة دي فدي دي برضو حاجة من الحاجات اللي بتدي يعني long distance كان سبب فيه زي ما بقولك كانت long distance كانت حقيرة بس at the same time هي كده كده كانت بقى distance يعني كده كده كانت بقى distance لان انا ما عنديش concept ان احنا نخرج كتير ما عنديش concept ان احنا نفضل موجود دايما ان احنا مش متجوزين بالنسبة للجواز كان خلاص انت خطر stage الاخير فالlong distance داية ما تلاقيلهاش كلمة عربي تمام لان احنا مش متجوزين وعندين long distance انا مش مسافر مساء الخليج اشتغل وصيبه في مصر تمام ساعتها تبقى long distance لا ويت انا سايبها لوحدها وانا مفروضة بقى معها نعم لان احنا لسه كده مع بعض بس ما فيش interaction لانا احنا لسه مش بس انتم عندي اندي قانطر الجوان عندي قانطر الجوان ما بتشوف انت مثلا في فرصة كبيرة انك انت ممكن تتعرف على واحدة تتقرب منها اكتر خاصة لازم عنده اللي كان عندك صديقات كتير باوكرانيا او مثلا العكس صحيح بالنسبة لها في ناس معها بالجامعة شافتهم اكتر اتقربت منهم اكتر خلاص القلب يعني شو بدي يعمل فهم كيف سبع سنين هدو سبع سنين بعيد عن الشخص وانت بتعرف لما يكون في بوعد بينك وبين الشخص المشاعر ممكن تخف لشانك تنساها ممكن نحكي الا اذا كانت فيه توكسيستي ومغامرات هي ممكن تضلك تعيش احلام اليقظة انه انا سنواتك وانتعرف ايش بس انه 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 سبع سنين انتم مش مع بعض فيها في انت عمالك بتحط رزق كبيرة انه يعني حتى بديننا احنا انه لما كان الرجل يروع على الحرب هو متزوج اه ويرجعش لمدة اربعة شهر ولا ستة شهر المرة بتروح تروح تتزوج واحد تاني سلام عليكم خلاص انا احتاج انا احتاج انا احتاج انا احتاج انا احتاج انا 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 كنت منزل اجازات اول سنتين في دلتوم هناك بس السنة التالت انزلت السنة الرابعة انزلت السنة الخمسة انزلت سنة السنة انزلت سنة السبعة نزلت وخلصت خلاص نزلت وخلصنا بح فالفكرة كلها ان even وهي long distance الخلافات اللي حصلت والكلام ده كله خليتك تعرف البنادم ده ورصت ولا لأ يعني هل انا لو انا شغلت دماغي وقلت اما تسلى شوية وما محدش شايف واحنا في اوكرانيا وبناك كتير والكلام ده كله يبقى انا باجني على نفسي ده تراصل لينك اذا افعلها سوف افعلها انا عندي كنترول اي هف فول كنترول اكشل ما عملتش فهم الكون سبتا الديسيمبل بالنسباني وعندك فيها ثقة بالزبط لان وان سمى الثقة تبريك افرسينجو الفول دون الثقة ده الحبل الوحيد اللي شايل الليلة كلها اللي شايل حياتك انك تهف تراصل لانك this is the only person اللي هتقدر مية في المية تورينيو ضهنك في الشاور ده بفكرة اوكي اي فولي تراصل لك وبتعش في الوحيد انه الحرامي بفكر غيره حرامية فانت اذا بدأت تغلط انت رح تصير تفكر انه هي بتغلط بس اذا انت معملتش ايش غلط بالنسبة اي لها خلص انه يعني حتى لو كانت غلط او لم اعمل ايش حاجة غلط انت بنسبة اي لك خلص ولو انت غلطت وهي مغلطتش هتعيش جوه حياتك بشك انها غلطت وهتبوز الوحيد صحيح انا مش اصدق خيانة انا مش اصدق خيانة انت انا اصدق انه يعني بتحسش انه سبع سنين بعد ممكن قلبك خلص قلبك يحب واحد تاني تعتذر لها سوري اسمع I really fell in love with someone in real شو عامل يعني سبع سنين حبيتلك واحدة اوكرانية ايش ارحل وطويل شو عامل يعني مو انت عشان تفول ان لوف عشان تفول ان لوف مش مثلا خارج من السوم الماركت جاب شوية فطار للعيال ففتحت الباب لقيت بنت او ميجا بس انت كان عندك صديقات كثيرة انا هذا اللي بحكي عنه ايوة ايوة بس عشان تفتح الفتحة دي انا عندي صديقات لان Norman gaytش في غيرهم عرب ماايش حد اتكلم معي قلق قلق فالفكرة كلها انت لو فتحت الفتحة دي شوريا ان لقيت حد غيرك ما انت قريدي بدأت بالخيانة ايه يقول لك واحد مثلا ايه اه ما هلش يصلنا خنتك وبتاع قفشيتوا مع بعض على السرير ما كانش قصدي ما كنتش عارف وبتاع سوق انت قابلتها وخرقت تاكله وبعد كده قلته اتفقته وانروح بفين وروحته على بيت وبسته وقلعته ونمت محاياها وعكاها تقول ما كانش قصدي لا الحاجة ما تبتديش كده التدريجات تدريجات انت بتقولي دلوقتي قلبك كان ممكن يحبه واحد تاني ده خلاني ان انا عرفته واحدة بدأت اتكلم معاها بدأت نخش في مواضيع بدأت احبها بدأت اخرج معاها بدأت تحس ان انا بخون ده رحت وقلت لها لا مش اقضر هستنا بعمل وعمل 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 تمام ده كلها خطوات انا عدتها فانا ارجع اقولك تاني الترست هو اللينك الوحيد اللي يخلي قلبك مربوط والله انه استاذ والله انا تعرف انت اكتر قصد حبيت جوابه سمحني انا ما فهمتش علاش اكتر قصد حبيت جوابه على سؤالاتي ركز معايا اكتر قصد حبيت جوابه اسهل في السبعة سنين هاده كم كانت صعبة اللونك ديستانس وشنها كانت المشاكل ولا اسباب البريكوب واش تنصح الشباب اللي موجودين في السيطوائشن نفسها في اللونك ديستانس اللونك ديستانس الصعب اللي كان فيها انك تحس بالوحدة انك بكاركتر على موبايل تمام فبتبدأ يخش في قلبك الشيطان ويشككك في اللي انت بتعمله اللي هو is it worth it طب ما انا عادي ممكن انهي الموضوع دلوقتي وابدأ اعط زي ما اللي عال بيعط فكرا كلهم كانوا بيعطوا اقل واحد كان معاه مثلا بنتين تلاتة فور فان والبنتين التلاتة ماشيين معاه لانه عربي ومعاه فلوس فور فان فالموضوع كان اسهل مما تتخيل اقول انك كنت تجيب بنتي في اوكرانيا ده كان اسهل مما تتخيل موضوع كان سهل over فالشيطان يبدأ يلعب الماك في الحيطة دي بس بعد كده تيجي تبص طب هكسب ايه عشان حبة شهوة هضيع كارير وحياتي وحاجة ربنا ميسرها لي غير الشباب عشان شهوة فور فور فو سيكينز السنطيبين جانا اكنتينيو فور امينت فهم الفكرة يبقى لايف تايم لايف تايم لايف تايم عشان مستيك هتخصل شايف قلت ايه مستيك هتحصل في فو سيكينز فالكونسبت بالنسبالي مكانش مكانش ورثت يعني الشتان لما كان يبالعب في دماغي كنت افتح جميل ليج شايف حالك من المعتدل 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 يعني الوحدة الوحدة حسنا ولو كنتتا كنتم على بودكاسته بسيط نوعي كانت كنتم تسركوها شوف عينيه خلص كمان نص ايه شوف عينيه شوف النظر نظرة حب شوف الحب الله صحيح هل أعرف أنا ما أريد أن أقوله أو لا قتلوا مستر جوب آه شكرا كمل لي حكينا على الجيمينج هو لي خليك لا تشعر نفسك وحيد الجيمينج أنقذني من أنقذني المشاكل كثيرة صراحة فكرة أن أنت إنسان وحيد بطبعه فبيحس أنه عايز يعني مشاكل ففكرة أن أنا موجود مع وموجود مع صحابي ومع بعض وبنلعب مع بعض أنقذتني من حاجات كثيرة أنا مشاكل في أوكرانيا كلها أو مشاكل الشاب اللي كانت في أوكرانيا كلها إنهم بيخرجوا الخروج أوكرانيا عندها نوعين حياة حياة صباحية أو حياة ليلية حياة ليلية دي إبليس عايش تحت فالمشاكل إنهم ما فيش حاجة يستمتعوا بها في حياتهم فخرجوا فإيه في أوكرانيا تستمتع بيه ديسكو وإيه اللي هتاخدوا من ديسكو مش هتخرج معك شيخ يعني انت فاهم في مشاكل هناك بتحصل دخلت غلط الزب فأنت يعني your night life was gaming ما ماي night life was gaming فرشور يعني دي كانت من أحسن الحاجات اللي كانت بتحصل حياتي الجيمينج بالنسبة لي يبان لك بقى أن أنا نردو عريق وكده عشان كممكن تخرج وانت عدت مع الكمبيوترية ده كان اللي صحابي يقولوه بس لو كانت ميبرو كل واحد قال عليا انت قاعد على كوميته انت فين دلوقتي أنا عندي كومنت لإلك اعتقد انك انت نظرتك تجاه هذا الموضوع يعني ماتشور كانت أكثر من عمرك بهذاك الوقت يعني انت عمات تتكلم عن كان عمرك 20 سنة سنة ثالث انت كانت نخفوض السنة اللي هذا يعني خلينا نحكي يعني من 18-18 كانت نظرتك كتير ماتشور مقارنة بالجيل هداك عشان أنا بشوف ناس لهلأ بعمرك هلأ مش بالعمر قبل سبع سنين في عمرك هلأ لساتهم بفكروا بطريقة مختلفة عن اللي انت بتفكر فيه هلأ يعني ممكن نحكي نقطة ضعف يعني زمننا هاد انه الناس عمالة بتصير ماتشور بوقت متأخر يعني ثلاثين خمس وثلاثين لاحد ما يصير يوعى يعني بس انت من أنا هقول لك على حاجة أنا بالنسبة لي موضوع كماتشورتي وكده كان أكتر ما كانتش تفكيري في الجامعة أنا يعني عايزة أقول لك أنا بحكي لك دلوقتي بعد دم عدت بالتجربة دي فأحكي لك دماغي بقيت عاملة ازاي بس في الوقت الحالي ربك كان ميسرها آه أوكي يعني بقول لك مشربتش حشيش عشان كنت بلعب انستنجز خلاص أنا بقول لك إيه ف إت نات جاست لك تمام أنا إمتى ما تشورت بجد من سنتين من سنتين بدأت تفهم الدنيا عاملة ازاي لأنه من نسبالي آه 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 لما جيت على مصر وبدأت أن أنا آه أشوف المشاكل اللي عدت هناك في أوكرانيا كنت ورق مش هستلمه وحرب حصلت واحتمال ما كنتش أبقى دكتور بعد كل السنين دي كلها وفي صحابي لحد دلوقتي ستريمرز معنا أنا عرفهم اسمه ماكسي آه ماكسي ده المفروض أنه هو اتخرج من طب بس كان في أوكرانيا معنا هناك ورق لحد دلوقتي مزنوء هناك في أوكرانيا مش عارف ياخده من الجامعة وبالتالي مش عارف ينجح عدى سنتين وما تخرجش فاهم يعني ده كان ممكن يبقى حالي بس اللي أقولك عليه أن هو آه بعد ما عددت بالتجربة الباشعة دي ألفت أن أوكي ويت أنا محتاجة تلم فلما تلميت قصت تعرف الناس بتلم ازاي ويعني أنا أنا مش شيخ وما حيبش أتكلم في الدين لأن أنا مش حافظ كتير بس سأقول لك الكنسبت اللي أي شاب لازم بعرفه مؤمن في ربنا آه مؤمن في ربنا مؤمن في رسول آه كان أمي وما كانش بيعرف لغيره ولا يكتب آه عارف يكتب الكلام ده كله أكيد ما جلبوش من دماغه يعني ده كلام نزل يعني ده كلام ما احنا نؤمن به ونقول الكلام ده حقيقي تمام كلام عارف من قبل ومن بعد اللي هييجي تمام طيب خلاص انت مؤمن بالكام ده كله آه لو أنا جيت قلت لك الكتاب ده في كل اللي انت عايز تعرفه عشان تنجح في حياتك تنجح في الدنيا تمام يعني مثلا اقول لك ايه مثلا هقفد لك فالوراند بست صفح فامم اقرأ ست صفح دول تبقى تنز بكر الصبح شايف سهلة ازاي سهلة منتز اقول انا اعرف واحد ارى مكاتب فور فان طيب في كتاب واحد مش هقول لك انك تتعمق في خد فكرة عامة عنه انا احب الناس والله يستطع بصي انا نفس اقرأ القرآن والله نفس اقرأ القرآن وهو ما يكونش اقرأ من اقول الاخر مرة واحدة فور تصفح وهذا اشيء غريب امش بقول لك اعفظه بالزبط تعرف الشيطان بعيدنا عنه بخصوص هذا النقطة يعني احنا زمان اتوقع كلنا يعني كنا برمضان كل شهر رمضان لازم نختم القرآن اكتر يعني مرة واكتر انا من عمري يمكن 8 سنين ولا 9 سنين كنت اختم القرآن وانا اكل كل رمضان ولكن الجيل هذا مستحيل مستحيل يمسك القرآن انا كنت حافظ خمس اجزاء الخمس اجزاء الاخيرة بس عشان كنت اقرأ القرآن كتير وكنت احب اتعمق فيه يعني بزبط بس الناس عشان كمان يعني موضوع مش بس تأثير الغرب ولكن عشان تركيزهم الضعيف صار صائب جدا من نسبة يقولهم ان يقرأ 614 صفحة يعني 614 صفحات بس لو لو حطوا طالوا لو حطوا طالوا في كتاب تاني ولدوا لو حطوا طالوا بأنيمي يا زلمين لا يختبنا انا حاضر ون بيس ثلاث مرات يا زلمين شو مع انك you know how enjoyable it is ده اللي خلاك انك يعني رغم انك عارف دلوقتي كادم عارف دلوقتي حالا بس you still think it's hard my nice not يعني البنت اللي اسمها رايز ديت اللي على التيك توك اللي بدأت تقرى القرآن كله بالانجليزي على التيك توك وبتتعلم اكد انها اول مرة تتقرأ في حياتها ومستمتعة داخل بعدها الاسلام الحوار ده كله بالنسبة لك صعب كواحد غريب صعب فانا بقول لك انا دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي خليتني اماتشور بدأت تدور عيش ازاي كم ممكن روح اسأل ابويا كم ممكن روح صاحبي اللي اكبر مني بكم سنة اللي لف الدنيا ولفها هو وحورها وعمل وبتاع عاش الدنيا في عيشها ازاي تمام بس ربنا اراد ان يوع قدامي الناس اللي اسألهم صح ناس عارفة الدنيا ممكن عيش ازاي في عالم مش الغرب عيشنا ازاي فده اللي رد بقى على سألك دلوقتي صعب على الناس وشايفين ان احنا صغيرين وما ينفعش نستحمل الكلام كله لان احنا بنعيشها هارد كور احنا عايشين حياتنا هارد كور لك انك داخل جيم سيليكت ديفيكالتي هارد كور هارد بوين ديفيكالتي امبوسيبل امبوسيبل صح لايف سو هارد عن فكرة عندك توتوريا الكامل كممكن تفرج عليه عندك ناس ممكن تسألها بس انتو قررت انك تعيش هارد كور زي بولك بس ويت تبعيش لايف احنا الحياة انا معقدة واصعب من قبل من قبل اكيد اكيد اصعب اصعب كتير من قبل خاصة لما تكون في عالم ثالث احنا كلنا في عالم ثالث كلنا دي اسيات بس لقصو دا اقوله ان ايه اللي وصل ان احنا في عالم ثالث في الاول زمان انا وادم واسموشكو انا بنتكلم بالدين طب داي جوز اي جوز ربنا قاله ان ينفع اه ينفع خلاص هو ادرا عز وجل هو ادرا يبقى هنمشي على اللي هو قاله دلوقتي كل واحد فينا بقى محنك انا معرفش عن الدين اسموش معرفش عن الدين ادام معرفش عن الدين فهنا دلوقتي عايزين نتناشر موضوع فبنعك بقى كينا نعمل احنا دلوقتي كميونيتي فانا عايزة اتجوز مثلا بنت ادهم فاروح داخل اعك ادهم يعك اه نتخلق نجيب اسموز اسموز مش عارف فهيعق معنا ففهم الكنسيبت بقى بصعب ليه طيب عايزة صلحه صلح من نفسك من زمان عايزة تصلح العالم عايزة صلح اللي فيك صلح من نفسك صلحتي من نفسك الدنيا تتحل عشان كده لما حصل اللي حصل في غزة ملايين بدأوا يصوموا اه افتكرت بدأت اصوم ليه اختي كان بتصوم وانا كنت بصوم معها بسامة موضوع دوت بدأتنا نصوم كلنا مع بعض افتكرت بدأت تصوم قبل رمضان دي فالموضوع صحي على رمضان بس والله بس تعرف شغلة اللي بدخلوا بالدين بيفهموا بالدين اكتر بكتير من المسلمين من المولدين مسلمين من النسبة بهذا الزمن من النسبة كبيرة جدا ليش عشان انت ما رح تعرف قيمة النعمة الا بس تروح منك فأصلا عندهم القرآن انا مولود مسلم انا ايش لو ايش يعني هو قريدي عنده القرآن بالبيت بتلاقي فيه منه مليون نسخة اوكي عنده ايزي اكسس فمش رح يكون اتراكتد من يجي يقرأ وهذا الواقع خلانكوا رحين اكيد اكيد اذا واحد كان مهتم رح يقرأ و رح يختم و رح يفهم كل شي فيه و رح يدخل الاسلام انا انا اللي اصد فيه انه عشان الحياة صعبة هلا صارت انت كفيرنت اصعب يكون فيه عندك رقابة على اولادك صراحة يعني اذا ما كنتش انت ومرتك بتشتغله you will not live a comfortable life انا من رح يمرض فاذا المرأة تشتغل اذا الاب تشتغل مين ضل يدير باله على الابن صحيح زمان كانت سهلة جدا ان الاب بس يعمل فلوس ويجيبه لبيت كله انها مدلوقتي بقولك ان الدخل المتوسط لانك تبقى بعمل ازاي يعني سيه مثلا شقة اجار هتخش لها في 3000 مثلا لحمة هتكفيك شهر ادي كمان 4000 انا بقول مثلا شوية خضار ورز ومش عارف ايه في الشهر وقول هيخش لها كهرباء انترنت مواصلات سيارة بنزين انت بتدفع انت رح تدفع 1000 دولار وانت اصلا مش منتبه عليه اصلا يعني كنت دائما اسأل حالي بحكي يا زلمة والله اي كود ليف انا اي كن ليف with 500 دولار اخر اشي بعد معاشت الحالي بعد معاشت الحالي اكتشفت انه اجار بيتي 500 دولار بالصلاة 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 انا ما لسي لست تتخلق لحيطة دي المشاهد دلوات اي بقاعد لما سمعني بقول ان 15000 يا دوبي كافوك تعيش هيفتكر اوكي اه لا 15000 اللي كافوك تعيش انه لو معايا 15000 ده نفرتك الدنيا ايوما انت قاعد يا بوك بيتك في بيته بيأكلك من اكله بيشربك انت متعرفش هو بيصرف كم بنسبلك يا بوك ده ساحر كل شي تقرب حتى مي سخنة عشان ينزل عليك مي سخنة ما تتجمدش وانت بتحمم اه بدك تجيب سخان بكم الغس بكم والسخان دك تدفع عليه يا زلم المصاريف مرعب مرعب صارت يعني لك تزوجت تقريبا سنة ونص تكلمت عن كيف لكم مع بعض لفترة طويلة جدا باللهي البريكوبس باللهي باللهي اوكي يلا بدك تروع على البريكوبس لا أحبش يجيوب لا أحبش يجيوب انا نستنى في قدم شرر يحكي عن موضوع يودي يحكينا على الصعوبات يحكينا كيف صار ومشاكل سباب البريكوبس اشتنصح الشباب طيب انا مجعوبش على السؤال ده طيب البركوبس بالنسبة لي من ناحية البريكوبس اللي حصلت زي ما قلتلك علمتني ازاي ان الشخص ده قصك فيه مش اهاجمه يعني الحزن بيخش قلبك ولا لا انا شفت منك يا ما وانت ما بت شفت منك كتير وانت مش بتاخد بالك مني ومش عارف ايه والكلام ده كله اي ست في العالم بتحب الخناقات البسيطة دي مزاجها كيفها كيفها بتاخد منها مرتين في الشهر النوع ده ليه ما تعرفش هم متركبين كده هم متركبين كده وهم عارفين هم متركبين كده وعارفين هم اكتر من هم عقليا تمام وانت عقلي زيادة على اللزوم على انك اموشن يعني انت انت بتحبش تدي عطف تبقى في قلبك الهم صحب ومش هتقول انا كويس وصحب ولا اي فرمحان ليس الصرغ مبارح يعني بس صحيت من النوم على ساعة 3-4 الفجر شفت لك تويت عن كاكا وايف اكس وايف اوكي الواقع لماذا كانت تحبت كاكا اوكي لعب كرة القدم صرت تحكي بكي بكوز 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 الزلمة بيعملش مشاكل اللي نفسها فيه موجود دائما بوزيتف دائما يعني بيرفكت هزبند اوكي طلقته عشانه بيرفكت هزبند عشان ما فيش الدراما ما فيش يعني بيعطيهاش الاموشنال ديسترس اللي بي استعرف بدها تكسيسيتي بدها بدراما ايو بالزبط فالمشاكل اللي بتحصل يا سموز والخناقات والبريكوبس ونرجع تاني نريكونكت مع بعض دي بتريكونكت بعد ما بيحصل خناقة فنتفق مع بعض ان ده الستايل اللي احنا عنده فنشوف حل ان احنا نتناقش مع بعض فنعمل قواعد فنقش عدل ولكن فكرة البريكوب ما تحسهش انه صعبة شوية لما تكون الريليشنشيب سيريوس بمعنى انه الاهالي عارفين يعني كيف استوعبت فكرة البريكوب يعني لانه ممكن بضبط هل هي فور فان بريكوبس ولا في بريكوبس اللي قلت ممكن اخسر شخص عزيز علي يعني في بريكوبس حصلت خلاص زاد ست ودامت مدة يعني ايه ايه دامت فترة كبيرة وبعد كده بس انا مش كل مثلا مرة تحصل مشكلة روح اقول لبابي مامي حصل وحصل فاهم فالموضوع ما كانش بيصعد يعني حتى بعد كده في الجواز اعطاكت ادهم النقطة دي ايه مشاكل بالزبط از لونج از انك باب مقفول عليكم ما تدخلش حد في الخناء يعني ما تروحش تشتكي كذا وتروح تشتكي كذا وتروح تشتكي كذا فتسوى الموضوع اكتر فانت فتحت لينك لو كل مرة تحصل الخناء مش هنتناقش مع بعض ونوصل لنحلي ونكمل كاسموز فاهم لا احنا هنصعب الموضوع علينا شفت نكمل كاسموز نصعب الموضوع علينا وهندخل حد ثالث وهنفضل بقى كل مرة احنا انا مش واثق فيها وها مش واثقة فيها لا لا مش باستفاد اي احد حتى لو فاهمي يعني بس انت فاهم الفكرة فمشاكل طبعا كتير حصلت واللي مكتوب مكتوب يعني لازم تبع عارف الحيطة دي المكتوب لك هيجيلك حتى لو بدأت تجري منه حتى لو حاجة مش مكتوبة لك تمن بها المقولة هذي بايه؟ تمن بها المقولة هذي يعني انه في اي شي مكتب لك سواء كان في الحب او في اي شي اخر رو عيبروكب قرأيين عند هاف يمر الزمن ويردعلي بالظب؟ لا اي افنا تلعب ليك سنجد؟ لا بس سنجد الفكرة بالنسبة لي المقولة ديت حقيقية زي بقولك طبعا احنا مؤمنين بالكتاب ومؤمنين الكلام اللي منزل ده اساسي فانا ايماني كامل ان المكتوب مكتوب خلاص مكتوب لك انك يجي لك رزق من الشغل ده هيجي لك رزق من الشغل ده حاولت تفحر وتقول لا انا احسن من اسموز خدوني انا كاست بداله وبتاع عمر ما هيجي لك لو مش مكتوب لك يعني مكتوبة الاسموز 100% ان يجي له الشغل ده طيب لما الموضوع ده يخش جوا دماغك ويماركس دماغك يا اسموز انا اللي مكتوب لي هيجي لي بس اعمل بالاسباب يعني في شغل اسعى 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 في تقديم هقدم انها مش هافرك ساعة قلبك هارتاح والله يستعى بشكل مش طبيعي والله صح يا زلمي هتخش في راحة مش طبيعية السكة بالله الايمان الالهي هيخليك ليجي يجي بيتي بكرة نزل عليه نايزك وتهد هعيش ربك هيسطرها مش هعيش هتخش الجنة او سيناريو ان شاء الله خلي سكتك في ربنا عالية انك سكتك في ربنا هتخش الجنة هتخش الجنة هتخش الجنة اهم حاجة سكة اعمل وخلي فيه سكة بينكم والله صح وبتعرف يعني ذكرت شغلة حلوة يعني احنا انا الكميونيتي كمان انا بدوس بعيدة هاي من من احد الميجور بابلمز عنا بالكميونيتي بيتمنوش الخير لغيرهم لا مش هيك بيتمنو الخير اذا الخير اللي يلاقي لهم كان اكتر روح روح دايما بيقارن حاله بغيره يعني او مي جود جي كي اكس ويب انا ليش موجود مع ابعد سوري عبعد بس يعني انا ليش موجود مع ابعد انا بيجرى ستريمر يزل اقولك انا ستريمر احسن من اكس ويب انا ليش مع ابعد اقولك انا عايد زرف واللهي وعلى فكرة انا اثرت هاي علي الشغلة يعني من سنة ونص تقريبا كان تأثر علي شوي بس يعني اللي فترة قصيرة وبعدها انا مش هيك انا مش هيك حتى لو اثرت عليك حتى لو اثرت عليك بتبقى الفترة يعني بترجع تفكر كده فكرة اللي هو بعدها خلاص تحصل يعني اقولك اقولك على حاجة حصل قبل كده ان انا مينا جورجيا حكيالي قبل ما اخدش جي كي وكده كان حكيالي انك لو انا مكنتش موجود في جي كي كان في حد تاني مكاني كان فيه اختيار ما بين اتنين ما عرفش الحد الثاني يعرف الموضة ده ولا انت بتعرف من الشخص الثاني بس انت بتعرف منه ما تحكيش اسمه ما تحكيش من هو هو سموز كان هيبقى كان هيبقى بشيكير مكان بعد سنة ونصف وين هو مينة بطل جيكير بطل جيكير عليك واحد اه والله اذا نتذكر لا ما كانش فيه ما وصلنش يعني ما قاليش غير بعد سنة ونصف ما وصلنش النيجوشيشيشن فيز وكل تحكي فيه الموضوع شوية نسيت ولا نسيت سامحني I don't remember يعني بس my name I remember there was something proposed لانه هو وش كان السبب اللي ما يحبوش نارتفرق لا ما كانش سبب اطلاقا هناك واحد اضافة حدي برغض السلام عليكم انا انا اطمع نقول لك عجوي انت عندما قالي هذه الصلاة قلت له انا يعني انت كان قداماك انك تجيبي سموز كيبتين انا انا اطمع انا اطمع نقول لك انا اطمع ذلك انا قلقوا الناس انا قلقوا الناس انا كنت 30 40 نوعي لديه وكنت انت كستر كنت ممتاز انا اعتقد انهم فتحوا الناس على فكرة يعني ممكن اعطيك الاسباب بس مش عارف اذا الوقت كافينا بس they did the right decision I agree خلص انا بحكي لك باختصار يا اكسويب it's extremely hard to be full time streamer وانت تلنت it's almost impossible يعني مثال صغير مثال صغير one event ممكن من خلاله ان اضطر رمضة السبوعين طب انت شو لك تعمل بالسبوعين بدك تعمل زي ما عمله بصير بداون انه عمله بيخسر ويخسر ويخسر ووش عارف ايش بيخسر ووش عارف ايش عشان مضطر انه يعيش بالامارات لمدة شهرين ونصر عشان ال VCL واخر اشي بيخسر ال I-DN تبعت ال streaming تبعته مثلا he can't even him no مش هذا السبب لي خليني ينقول I know بس اسمعها واحدة بس it's very rare انه يكون عانا events توعي بس اذكر مثال السعودية لما ضلنا شهر ثلاث ایفنتات وارا بعض مثالي يعني something like this او مثلا هل تعرف انا فكرت فيها كالتالي شهر ونصف انت عرف انا فكرت فيها كالتالي يعني مثلا واطف لو سموز كان في تيم واضطر انه يكاست في يوم من الايام على التيم دوت فالناس بدأت تقول اه انا مش عارف ايه شارينا لا اذا كنت تكريايتر اتس فاين اذا كنت تكريايتر اتس فاين اذا كنت تكريايتر اتس فاين ما هو ساعي سموز كان اصطار اوي في الكاستنج اكتر من كنتم يعني ما كانش فيه حد ما يعرفش اسم سموز غير عشان انه هو كان الكاستنج ممتاز فاهم كان يشوفوه مع مورجان يشوفوه مع كذا مصريين فكان يعرفوا ان او اوكي الكمبو ده ممتاز فاهم فانا من رأيي اللي هو واطف لو ساعتها كانت حصل مثلا موقف زادة بس كان مكتوب لك انك ما تبقاش مع جيك ايه الاسباب احسن ليك في المستقبل بس انت متعرفش المستقبل فانا بقول لك تجيت رجعتني اللينك يعني الوقتي انا بقول لك اه انا الوقتي كنت ممكن لفترة ان انا العقد بتاعي مش هيكمل مع جيك ايه الفترة اللي حصل فيها الاسناب وناس كتيرة راحب من جيك ايه الكل اللي راح الا انت الكل تروح الا اكسويب الا انا ليه في ذلك تسأل نفسي قلت الله اعلم ربي يسر خلاص يعني انا هفرق ليه هفضل اقول طب هفضل ولا مش هفضل طب انا محتاج شوف شغل غيره طب انا مش عارف ايه بتاع برو لو جيك ايه مكملة معي لعله خير جيك ايه مكملة معي لعله خير دلوقتي ايه فول تايم جوب بس الاسم تايم شغال في المستشفى يعني مش مش كل مستشفى بس تزدامين جوب تشغال في المستشفى كونتنت كريشن يعتبر ما يعني يعني كم برسنتج ريفينيو من كونتنت كريشن مقارنة مدخولك يعني سبعين في المية ولا حاجة تلاتين سبعين تلاتين مثلا ففي تلاتين في المية بيقول المستشفى بالجنيه المستشفى بالجنيه يدفع له بالجنيه بس لو رميت نفسي في المستشفى ايه وديسنت 100% من منعها بس الفكرة ان انا مش حابب ان انا استبدا من انا انا بحب الاستريميج الاستريميج جزء من شخصيتي ساعات بقى متضايق ان انا لم اشوفتش ناس معينة ناس عدداتين الواجهة هادة اشي بتده تعمله فول تايم فول تايم يعني من هون تلاتين اربعين خمسين سنة لا الا الا ده حتى بندت فتح مطعم بطاطس فتحسش انه مثلا يؤثر على الـ CV كواحد ما اخدش هذا الطب يعني انه خلالي نحكي اذا كنت وقفت وانت عمرك 33 مثلا وبدك تاخد الطب كفول تايم بتحسش ان هذا ممكن يؤثر على الـ CV اه تبدأ بها الساعة انت تاخد الطب لا انت عجزت خلاص يعني انت مفروض الفترة انت بتتعلم فيها ما انا مش سايبها انا كنت مكمل باره باره بس شوي مش حاطبت كتير فوكس عليه اصدق كان يبقى احسن كان يبقى احسن لو انا اديتها في كل تايم ايه طبعا كان كنت تبقى احسن بكتير من ناحية الطب بس قد دا سيم تايم الطب دايمان اوبديتد دايمان فيه اجهزة جديدة دايمان فيه علاجات جديدة دايمان فيه تكنيكس احسن في الجراحة دايمان فيه ابروتش احسن لانك تدياجنوز المريد فاهم؟ الحاجة ديت يعني مثلا زمان مكتش موجودة دلوقتي موجودة بشكل احسن بس انا عارف الاساسيات وخارج من بيت كله دا كاترة فانا عشت التجربة واشتغلت ثلاث سنين في المستشفى فانا ممارس فلما تيجي تأبديت نفسك اسهل بكتير من انك تنزل من اول جديد اكيد فانا اه ناقص من كتير بس ايه او انا كاتش اوب هتبقى سنة او لا ايه؟ انا عزكا سيفي يعني بتقدر تاخد بوزيشن بسمحلك انك خلص انا بعيش نفس الحياة اللي عشتها بالكونتين تكرييشن موني عشان صعب كتير انك متعود على انك تدفع الفين دولار فجأة تنزل لخمسمية دولار مثال يعني يا فاهم فاهم طبعا الترانزاكشن ده حتى ممكن يحصل في الاستريمينج لو افرد مثلا اي كويت رايت جيمز جيمز وكرارت ان انا ابدأ استريم مثلا لفالف ابدأ مثلا مع اساكروسفير ابدأ تاني من اول اتناشر فيو اتناشر فيو اتناشر فيو امسين والناس تبدأ تقول اللي يا عبادية مش هكبان انت الستار بتاعك تغير انا رجع تشوف واحد تاني فتبدأ تتعرف على ناس في الصالة تبدأ تعيش نفس التجربة تبدأ تبايد نفس الكنسبت لو انت هتبقى زبال خليك رئيس زبالين ابدأ في وطفر المجال اللي انت تاخده جرايند فيه هتوصله بوطسام اوارز فيه هتوصله بالزبط ابويا كان صريحا وانت شوف انا صراحة ما عاش بتنيش الجملة لانه فيه يعني او تنقيس من شغل الزبال ولك كده مثلا ازباعه من غير الزبالين بالزبط خاصة في مصر خاصة في مصر والله العظيم كيس الزبالة لو احد يومين في البيت الكابوس نم له وصرصيره وليلة وعيشة وما مش طعف تعيش في الشقة مش طعف تنام طيب اقول لك مش بقلم الزبالين بس ده اسم الجوب ده التايتل تعرف ان انا بالأردن انك تنادي واحد زبال لازم تحكيه عامل نظافة عامل يومي عامل يومي عامل نظافة احنا عامل يومي كلمة زبال يعني ممكن نحكي انه يعني من زبال زبال فهمك بس عامل نظافة عادي انه عامل ساعة عامل يومي عامل يومي بساعة عامل لعالم انا فاهم ان الكلمة ممكن تتقل بشكل واحد بس انا مش بروح مثلا للشخص يا زبال انا عن شكرا اكيد اكيد انت مش قصدك لا اكيد انت مش قصدك بس انا بحكي انه كيفية احنا الكلمة صارت يعني زمان كانت مقبولة هلا بطلت منتعاصل يعني بلغة أخرى لو في زبال يشاهد في البودكاست كان ممكن يصير له قلق طيب أنت بتقبل زبال تقوله بتفضل عمي بتاعه فهم لي أنه رجل كبير برضو باخترم بأخلاقه ولي شايلك وشايل بيتك فماكنش قصيدها بشكل لعيب أو بشكل وده سام طايم أنا ممكن من جوايا آآ آآ أنا ممكن من جوايا إن من غيره حياتنا هتبوس يعني في العيد في العيد لما بياخدوا أجازة كابوس حياتك بتبقى كابوس الفترة بتاعت أجازات العيد دي بالنسبالك البيت بتاعك مفيش أنت بتبقى عايش زيك زي البقر شوف بقى لو أنت هتاخد كيس الزبالة وتروح تحطه في عربيتك وتروح ترميه في المزبلة اللي إيه ما فيش عندكم كل نيبرهود إن مكان زبالة كل نيبرهود كله بقى بيحط الزبالة فيها فبقت كده بقى كي بدأت خطه أنتو عنكم مصر كتير أنتو عنكم والبلدنجز أملاقة في وعنكم مليون نيبر إحنا قلنا ماكسوم 4 طوابق لا أريد لا أريد ماشي ما حتى الـ 4 طارق يعني كم واحد كم ساكن يعني وات افر احكي 20 30 واحد أربع طوابق كل طوابق في أربع أشخاص خمسة وتلاتين واحد احكي خمسة وتلاتين واحد احكي أقول لك ميتين واحد بالنيبر هده أنا أكتر من نسبالي يعني مش واحدة بس نقول لك يعني فيه أنا هون أيه ماشي معي كزا واحدة كزا واحدة إيفن زو هيتميله في ثلاثة أيام صحيح صحيح بعدين هلأ ميمدي يجي يشيلها من دي نظر يتميله تطيبه على الأرض في ثلاثة أيام صح 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 فمهما كان الرقم في دماغك يبال لك لا حادي بروسيل السلة دي هتم هتكافيني كل فترة دي ما أنت مش لوحدك صحيح صح وجرانك كمان اللي في العمارة التانية هيلقوا العمارة بتاعتهم اتملت هيجي يحط عندك فبالفكرة اتولي أوفر فلو مهما فكرت فالراجل طب ينكس حياتك جو مش نسلك سؤال أخير نسلك سؤال أخير كنا الحلقة هذه المفروض تكون أقصر من الحلقات اللي فتوا لكن ما شاء الله عليك أجوبتك حلوة أجوبتك حلوة أنا ما كنتش نعرف يعني الأنجل هذا من شخصية جو صراحة I didn't know you this deep يعني طبعا كلما يخش على ستريم بتاعي يسمع مونز أكيد مش هيستطيع سيريستوك فسؤالي الأخير هو ما هو هدفك في الحياة وأمنيتك في الحياة كجو والله أملي في الحياة أني أني أعمل كتير جدا في ناحية الطب وأبدأ أن أنا أرتاح من أيرجع تاني في أيام الأولى كان فور فان أنا دلوقتي بقيت حاس أن أنا لأنني دخلت مع مين دخلت مع نجار دخلت في كمبيتشم مع شادوز دخلت في كمبيتشم مع يوسفر ميروكسي والأسماء كتيرة جدا اللي أنتوا عارفين بقيت في كمبيتشم مع الشاب دول أنا 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 جيمر أنا طول عمري جيمر ما كنتش داخل على الهم ده كل سموز ما كانش عايزي بقى كاستر هذا ما كانش عايزي بقى آناليست الناس دي كلها كانت عايزة تبقى تشل باك عايزة ألعب ومبسط وهفن مع صحاب ومالج حياتي زي ما أنا عارف بس بدأت بس بلدي في وقت كتير فبقى ده بيزنس فبقى طلع منه بيكونومي فبقى بلدي بي بيت فأنا مش عايز أنا من زمان نفسي في الطب نفسي إن أنا بكيف قوي بكيف قوي لما مريضي يقول لي كلمة شكرا هو ماشي بكيف ويعني جزاه حلو في الدنيا وفي الآخرة فالشغلات ممتعة وجميلة وفلوسها كويسة برضو تعايش بيت فأنا كنت عايز إن أنا حلم حياتي فعلا إنني أبقى لي باك بشتغل عدد ساعات معينة بحاول أساعد الناس بقدر الإمكان وفي نفس الوقت بقعه ده ستريم فور فون فور فون يعني مش حابب بإنه هو كلب فلوس يعني الستريمينج بيخليك رغم إنه في الوقت الحالي 70% من مداخلك من الستريم بس أنا لحد دلوقتي لسه متخرج من الامتياز بقى لي فترة فلسه لحد دلوقتي مش officially working فدلوقتي ما عفيش غير عيادات بسيطة بس اللي قدر أشارك فيها اللي هي يوم يوم الجمعة بس اللي بروحه ويوم جمعة واحد عمل 30 فيما من الانكم بتاعه فما بالك لو لو بقى كل الأسبوع تفهم الفكرة هذا هدف بالناحية الأخرى من الناحية التانية عايز عيال سبعة أخر واحد لا لا مش ده تفكيري أتمنى أن أتلس لو بقى فيه حل يعني لو بقى فيه بيبي ولا هي حاجة يبقى هلسي وكويس وبر بيا ويعني أعرف أعلمه بقدر مكامل حاجة اللي أنا عاشتها بدل معيش أنه هو تاني وحياته هارد كور أحاول أسهل عليه الأمور يعني بحيث أن أنا يعيش حياته ويبلغ أن أنا كنت جميل فهم ما يقولش يا أبوي يا ابن المت أنا مش طيق أمه فهم لا يعني يبقى فكرني بالخير فهم بس إنما كبجد حلمي والله الله يا أخي نفسي خش الجنة يعني أنا عملت مشاكل كثيرة لا يا حلمك في الحقيقة ومش في الآخرة والله في الحقيقة كمان نفسي ألحق المشاكل كثيرة اللي أنا عملتها هنا صغير والمشاكل اللي عملتها في أوكرانيا ولا هعوضها دلوقتي يعني أنا أنا يعني استغفر العظيم ما لم يخش بصلي أصلا وكثير قوي في الكوميوت بتاعنا مش بيصلي لحد دلوقتي وبالنسبة له تسنورمت ودي من الحاجات اللي محعيش أنا هاردو كور برضو نفس الفكرة كتب علينا خمس سلوات بس إحنا عشنا هاردو كور كررنا أن إحنا لا يا صاحب والله أنا مش قيد درس لمكسل تقياه ثلاث دقائق هتتوضّى في دقيقة هتصلي في دقيقتين كثير هي هتصلي في دقيقتين جو نتفول سبير فجري أوكي أوكي خنكونوا أبقائين خمس سلوات هم أقل من نص ساعة نص ساعة من 14 ساعة يعني نس بيهانست يا يا عارف بس يعني إكسويب أنت كنتنت بحياتك أنت كنتنت بحياتك أنت سعيد بحياتك ما بشيفش أنه يعني خلص هدفك بالحياة أنك أنت تخلي تطيبه فول تايم تكون ستريمر ففن وذات ست ما فيش عندك أهداف تانية خلص أنت بالنسبة إليك حياتك لا أهدافي بسيطة يعني أقول لك لو كنت جئت سألتني من كام من كام يوم كنت من كام أصد شهر مثلا ولا حاجة لا أكتر لو جئت سألتني من سنة تمام كان عندي أحلام كتير قوي قوي أنا متجوز وفي شقق أجار فكان نفسي عندي ملك تمام بس الحمد لله لما بقول لك الصلاة مكسب 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 عملي كنت تعرف موضة ده أنك أنت بتقف قدام ربنا وتطلب لأنت عايزه لكنك قدام رئيس الجمهورية وطلب وتمنى فأنا بقيت لحوح كنت شعرف أن الصلاة عبادة كنت فاكر أن الصلاة بواخة مني أن أنا أدعي كتير في الصلاة أعمل عليك بس أنا أدعي أنا كنت فاكر أعمل عليك وبعد كده أدعي ربنا خلص بس لعيك الأول أصلك لله أنا كنت شعرف أنك تدعي بتاخد عليها حسنات إنك تطلب بتاخد عليها حسنات فبقيت أدعي ربنا بيحقق لي كان نفسي في عربية بعيش فلوس ربنا يسرها وقدام عربية بقيت كويس كان نفسي بقى في شقة ملك الحمد لله بشطة في الشقة وهنقل بعد كم شهر يعني بربر للشهر ده ممكن مبروك والله بارك فيك فزي هم بقولك لما بقيت نفسي في حاجة نفسي خش الجنة خلص الحاجات الحياتية دي بقت بالنسبة لي ميسرة لإني عرفت التركاية إلا مكتوب لك هيجيلك فما تفرقش وفي نفس الوقت اطلب لإني ديت من إنك تعمل بالأسباب اطلب فربنا يديك يعني في حاجات ممكن تكون واقفة رزقها واقف عليك إنك تطلب مكتوب إنه هيطلب في الوقت الفلاني فهتجيله وإنت ما طلبتش تفهم الفكرة فالراحة النفسية دي بقت نخلياني اللي هو إيه مفيش الحاجات اللي أنا عايز أطلبها اللي أقول لك آه نفسي في لمبارجيني بليه سمحني جو جبت لي سؤال سمحني أدهم خد راحتك آخر سؤال آخر سبعة سئلة مش مشكلة لا هذه سابق والله نحب ناخذ راية جو هل تشوف إنه أي شخص عنده مكتوب وعنده رزق جاي في الطريق ويسعى فإنه هذا الرزق دايما خير يعني هل تشوف لو الناس الكل في العالم لو يسعوا فإنه رزقهم ومكتوبهم بيكون خير ولا في ناس يعني رزقهم ومكتوب لهم أشياء سيئة لا وبص المكتوب سيء أو خير ده أنت كبشر ما تعفش تحددها مثلا عربيتك كنت ماشي في الطريق والكوتش بتاعها فرقع ممكن لو كملت سواء كان حادث إلا هو هتأخر على الشغل وحالة حالة ودلوقتي كان ممكن فعلا تعمل حادثة تموت وعسى أن تكرهوا شيء وخيرا لكم طيب لو ميت لك حد في العائلة لعله كان بيتعذب والأجوني بتاعت المرض خنقاه وربنا أخذوا الرحمته قالوا خلاص أنا مش عايزك تتأذى هو رجل جين بس لو ظلوا عايش كان هيبوس فالغيب هي اللي هتحددلك هو ده خير ولا شر إنك علما بالغيب هو ده اللي هيخليك تقول يعني مثلا أنا كسبت شقة في عمر الستين كنت حابب أكسب شقة في عمر ثلاثين هل كان يعني لها سبب عند ربي سبحانه معنا حسب رأيك جزا بالظبط لازم تسعى الفكرة كلها يا سموس في رأيي إن والله أعلم طبعا دي بتبقى حاجات لو أنت دخلت في فكرة جوه قلبك يا خسارة ياه ده أنا لو كنت دلوقتي دخلت تيم باور كان زماني معايا ومعايا ومعايا معايا لو كنت دخلت تيم باور كنتش مثلا هعرف إن أنا أبقى في مصر نكونش أعرف أتجوز فما كنتش أعرف أبقى موسوط فقاعد شغال سليف فأمنات بس اسمها شخصية نجحة طب أنا كنت عايز أبقى الشخصية دي فاهم الفكرة فاهم الكونسبت حط أي حاجة خيالية في دماغك وهتلاقي ليها دارك سايد فلما توصل لحيطة إنك على الله هتلاقي إنك مرتاح جدا مش بس عشان كونسبت دماغك هترتاح إنك هتبقى فاهم الدنيا ماشي إزاي وإنت عارف الدنيا ماشي إزاي بس دماغك مصرة إن لأ أكيد كنت أبقى أحسن إن أول حيطة بتاعت الشطان بتلعب لك في الحيطة دي اللي هو إيه أنا العربية بتاعت دلوقتي كنت عامل كمية خروجات في العيد وعمل أساسيات في آخر يوم في رمضان رحنا كلنا قدام المطعم وركلنا العربية كلنا جايين بنحرك العربية مش رادية تشتغل العربية دلوقتي مركونا في مكان تاني تحت بيت تاني معرفش حتى إسكانت حد هأخوا بالو منها ولا لأ بس ربنا أراد إنها في الوقت ده تعتر لعل وعسى وإحنا راجعين كنا نعمل حتى سامرات يتموت يعني كنت عايش في قرب وأنا أقول لك الحاجة السواء دايما بشواء اللي بيموت ولجمس هالب لأن انت بتحاول تنقذ نفسك في ورحد ستحاول تلحق نفسك البلون بج لا تحاول لأه الثاني هلا تقدم عملة بس والله هو مائك سينس بس نفس الوقت يعني بس دأضيف على على جوابك يعني كمان يا إكسواي بالنodka نقطة الحكاية سموض إنه 30 60 سنة يعني كمان إذا أنت كسول بتشتغل الفق لا تفا Mesları عشانك انت كنت كسول بحياتك وهيك بالنهاية هذا كله يعني تشين ايفكتس رح ييجي مع بعض ورح يخلوك انك ما تدرش تشتريبات غير من قرض عشرين سنة اللي رح تضلك تدفع على البنوك ورح تطر انك تدفع مصف مليون دولار بدل ما تدفع لك مئة الف دولار بس عشان يعني انت ما اشتغلش على حالك فبنهاية يسر كل شي مكتوب لك بس يعني اسعى اشتغل يعني بالنهاية العمل والتعلم وهاي كل شغلات تعتبر كمان جزء من العبادة بالنسبة لربنا يعني بالزبط يعني حتى بص انت وات مثلا قررت ان انت لا انا ما ترزقتش بشقة فانا هلجأ للحرام عشان احاول اجيب شقة طب ملعله عسا ان السكن احسن لك فاهم الله اعلم الامور فيها ايه بس انت دلوقتي هتضطر تروح تاخد كارد وهتدفع الكارد ده هتاخد مليون جنيه كارد فهتطر تدفعهم مليون وخمسمائة الف تمام فما هو ده حرام ده ريبة والناس عارف ان ده ريبة بس انت اتجهت له لانك انت شايف ان ده الحل ده مش الحل خليك في الخير وربنا ممكن يرزقك هتلاقي جدك عمرك ما سمعت عنه في حياتك توفى وليتك فجأة كسبت اتنين مليون جنيه اولا جيف بازوس هو جدك هتلاقي حاجات ربنا هيسر بشكل غير مفهوم ان مع العسر يسرى مش ان بعد العسر يسرى ان مع العسر يسرى هتلاقي مشاكل ووراها تلاقي الحل بس لله فاهم الفكرة الحلول كلها مكتوبة قدامك سنت مكسل تقرأ الكتاب فاهم شكرا جو شكرا مستر جوب عطيتنا فكرة كيفاش يشتغل دماغ جو وكيفاش تفكر واخذينا لمحة على حياتك وما زلت بش تجي معا نظيف مرة اخرى ان شاء الله في توكس بعد بعد شوية long distance وترجع عنا اذا حابب اي كلمة اخيرة لو جمهورك اللي بش يشاهد الحلقة حابب اضيف حاجتين اولا انه والله العزيم فعلا لموسطة الاعداد الجميلة دي توقعتها تبقى كرينجة اكتر من كده بس الموضوع فني جدا 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 والفكرة الحلقة نفسها ان انت عاملينها في الجيمين كوميونيتي اللي محدش بيحب يتكلم عن نفسه كله حاطت سطارة وبيحاول يبلد اوب شخصية على شكل كوميونيتي وخلاص الناس بتحب الشخص اللي بيشتم فانا اشتم الناس بتحب الشخص اللي بتعصف اه برسونا خلق برسونا وماشي وراها انك تبريكي الرولز ديت دي حاجة جميلة جدا 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 وموسوط والله ان انا كنت تفرضه من الشانل ديت هروحها بقعت الفيديو لومي اه لا مش هينفع ما انا قلت فضايا مهم يا تاني انا عايز اضيفها يعني لفترة كبيرة من الوقت كنت تفاكر ان انا ما شوف اي حد على يوتيوب بيتكلم عن الدين وكده كنت تفاكر انه انت هتعمل شي خير هتمثل علينا تمام الحتة بتاعت اللي هو ايه انك بتتمنظر تمام فكنت تكسف اول اتكلم عن الدين يعني كنت تكسف جدا بس اكتشفت بعد كده ان احنا ممكن يعني تلاقيني مثلا قاعد بشرب بكاسة خمر وابان روش قدامك حطت الكوبية مش هانو بشرب وابان روش قدامك محدش هيسأل اي حاجة ومحدش هيقول لي ايه ايه يا ابن انت بتعمله ده وغلط وبتاع تشرب سجارة ومحدش هيقول لك لا اه ده حرام ده بتهدر ما بتاعه الكلام ده كله تمام محدش هيكلها حاجات دي بس لو واحد فينا قال دي يا جدعان ما عليش نوقف البودكاست عشان هؤما صلي الناس كنت هتقول لك اوبا اوبا ات رايح اتمنظر بقى اه انت رايح تصلي فاهم ده انت مش عارف ايه على فكرة فيها دا اعملها وعملنا بوز وبعدي اكملنا اهو بالزبط الفكرة انها عادي انك تعمل حاجات زي كده انما الناس بتفتكر بقى انه ايه انت هتتكلم في الدين وتتكلم في الشرع وكده انت مش شيخ خلي الدين لأهل الدين تمام ان احنا مش بتكلم في الدين انا بقول لك باسم رحمة رحيم اساسيات الخامسة في الاسلام الصلاة هنصلي لأ انت شيخ ده مع انت مش بتكلم حتى انك تبقى شيخ يا اخي فاهم مش بتكلم حتى انك تبقى فاقيه في الدين خاتم القرآن فاهم مش بقول لك البيزيك اساسيات صلي فحبيب بس اوضح النقطة ديت لان انا كزا مرة دي كانت تفكيري فانا بقول فكرة لو حد شاب صغير في سني زمان كان هيعمل ايه حبيب بس اوضح النقطة ديت ان انت تتكلم في الدين على حد علمك وتقول الله اعلم عادي بعدها حتى لو عكيت انت انسان خاطئ جايز تخطئ والشيخ بتخطئ فيه شيخ بيخطئ وبيرجع اقول تاني انا اغلطت في واحد اتنين تلاتة فاهم احنا مش معصومين يا رجالة وتاني اشكرك يا شباب على القعدة الجميلة ديت والله العظيم بسألة الجمهور بسألة الجمهور اوحي في الشات كل الموجود طبعنا من الجمهور تنسوش صلاتكم اكتب اوحي اوحي في الشات ومنشو الصلاتكم شكرا لك جو شباب اتمنى انوا عجبتكم الحلقة وان شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة مع عظيف جديد باي 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 شكرا لك شكرا لكم